السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مدرح حسام يونسو من مجموعة اللواتين دولية المادة تكنولوجيا المعلومات المحاضرة الرقم 2 الدرس السابع خادنا نظرة عامة عن تكنولوجيا المعلومات واللي من هو مثلا عصر المعلومات وتاريخه والشغلات يعني في شكل اشياء عامة فقط هاليوم ان شاء الله راح ندخل على نظام المعلومات والشغلات المهم التاني جوزيكم نظام معلومات ادارية او نظام معلومات العادية يعني اه طيب بارح الشغلات اللي اخدناها في حد عنده سؤال عليها يعني قبل ما بلش ازا فيه مشان ارجع يتشرح سريعه وازا فيه شي كمان بيتعلق في المادة يعني حتى رماخدينه فضول الشغل يعمل يعني نجواب عليها سريع طيب بما انه ما في اسئله خلينا ندخل على المعرفة البيانية او نظام المعلومات هل في البداية نحن عنا نحن وقتل منشوف معلومة او اي شي على الانترنت تمام منطلع عليه ولو كانت معلومة ملف فائدة او كانت معلومة الى فائدة هلا مسلا بحثنا عن معلومات اه خلينا نعطي مثال على السريع هاو مسلا نسأل على شغلة يعني نحن نسأله على شي سؤال للجوجل لنشوف المعلومات اللي راح تطلع هاو دو اي اه كونيكت هاو دو اي فكس ماي كونيكشن تو ماي اسكيل مسلا بدنا نشوف اذا فيه ستاك اوفر فلو ستاك اوفر فلو خلينا نشوف هلا هلا مسلا هون عبيقلولنا هلا هذا الموقع اكيد لازم الكل يعرفه من يومه رايح كنت استخدمه دائما هذا الموقع عبارة عن حلول للبرمجة بكل شيء كل شيء بتبحث على الانت بيطلع لك دائما بالاوائل هذا ستاك اوفر فلو مهم هلا واحد عبيقول هون مسلا كيف بدي حلل هذا الخطأ في الكود طب خلينا نحن نفترض انه هذا الجواب اللي عطيه الزلم تحت ما نصحيح شو بيدل هذا هاي انه هاي المعلومة ما عادت معلومة الى فائدة تمام طبعا اكيد هذا مش شيء معروف ولكن المعلومات الى قسمين معلومات صحيحة ومعلومات خاطئة فان كانت المعلومة خاطئة فتبطل وما عبت تصير معلومة نهائية هذا الشيء بينطبق دائما على البرمجة والتكنولوجيا بشكل عام يعني فدايما المعلومة بتحمل الخطأ يعني وبتحمل الصح يعني ما ضروري دائما تكون يعني دائما صح في بعض الوقات احيانا العالم بتطلع اجوبة بتحط اجوبة مثلا هاد حاطت جواب ما حدا كاتب عليه انه صحيح تمام شو يعني يعني بجوز يكون خطأ بجوز يكون صحيح ما حدا بيعرف يعني لحتى يجربه واحد ويعطيه جوابه هالطريقة نحن شو نشوف من هذا الشو النتيجة يعني من هذا الحكي كله النتيجة انه المعلومة دائما بتكون معلومة الا اذا كانت خاطئة واذا كانت خاطئة بتبطل يعني ما عند بيصر له فائدة حتى انه هلأ وجوده في قاعدة البيانات تبعية الموقع عبارة عن شي ما له فائدة نهائيا وبيضر اكتر منه يفيده شو السبب السبب انه هون هاي المعلومة الخاطئة بالنهاية عم تاخد مكان في قاعدة البيانات تبعية هذا الموقع يعني لو قد نحن عم ندخل لهون مسلا عم تكتب شغلة انت مثلا هيك وجد كتبت هيك how do i fix طيب هدول الكلمات مانوا مفايدة ليش لا يكونوا موجودات هون نفس الشي وهون نفس الشي كمان متل ما انا شايفين هاي بجلس تكون خاطئة هاي صحيحة هاي الصحيحة لازم تضل بما انه هون صحيحة اذا هاي خاطئة من بين ما لا معنى يعني نهائيا فليش موجودة يعني هذا الشي بيبطل للمعلومة ولكن المشكلة هون انه الموقع من كبره يعني صراحة ما فينون يدخلوا على سؤال سؤال وينضفوا هدول هاي الأجربة الخاطئة مسلا هاي احد المعلومات عن التكنولوجيا بشكل عام نظام المعلومات طيب هلا نفس الشي مثل المعرفة كمانة يلا نجينا نحن مسلا على المعرفة انا بجيب بديكتب كتبت غلط ما صح اكيد خاطئ ومع نتيجة خبرات سابقة وهيك شغلات فهون نحن وقت شلنا هاي شو بيصير هلا هيك هون من الخبرة اللي انا متعلمة بعرف اكتب هاي الكلمة ولكن اذا صارت هاي الكلمة هاو داز هيك صارت معلومة خاطئة والمعرفة كلها خاطئة الصراحة يعني ما بيتاخد اذا بشغلات البسيطة الواحد اخطأ هلا هو مو دائما الخطأ يعني ما يكون بفهم الشخص لا اذا الواحد اخطأ بشغلات بسيطة فدائما لازم الواحد ينتبه من الشغلات المعقدة اكتر ما يدائما يستسلم الى مثلا اذا انا تلكم انه هاي اا فكس تمام هي اذا جيت انا قلت فكس بدال فكس العادية الاكس شو بتكون تقولولي هاي خطأ بتكون تقوله انه انا كيف بديتعلم مثلا من شخص ما بيعرف اكتب الفكس فهاي نفس الشي هي الطريقة هون كمان هذا بيفقد مصداقية وموثوقية الموقع هادي مثلا مع انه هذا والشغل الحلوة فيه والمميزة مثلا انه فينك تحط اكتر من جواب يعني فينك جاوب فينك تحط ميت جواب ميتين جواب خلينا نشوف مثلا احد الاجبه هون نشوف هذا عنده جوابين جوابين كمان بس هذا مرفوع شو يعني هاي انه هذا موثوقيته اكتر يعني ما حاطين نسى عليه صح شو السبب السبب انه صاحب الكود نفسه هاد عاي بيقول انه انا عندي هاي المشكلة شو الحل الى هذا عاطيه جواب تمام بجوز هذا السمام جربه بجوز جربه ونسي يكتب انه هذا شغال في وقت بيكتب انه شغال بيحطه صح حول بجوز نسي مثلا يكتبه ففي عالم تاني كمان مستعينة بها المعلومة هاي من معرفة هذا الشخص وشو مسواي عاملت له والأبوت شي يعني يعني الجواب مفيد يعني هذا الجواب اشتغل لالي مسلا اشتغل لالك اشتغل لالو بجوز صاحب السؤال لسه ماش استخدمه وشي او استخدمه ونسي فلهيك هون نحن بنستفيد كمان بنظام المعلومات دائما من اراء الناس تانين ومعرفتهم وخبرتهم يعني دائما لازم نسأل ونشوف خبرات العالم شان نطور خبرتنا بالنهاية ما احدا فينو يتعلم كتاب بدون شرح يعني الا اذا كان بالاصل عنده معلومة او فكرة عن الشي اللي عم يشرح طيب هلأ خصائص بيانات هلأ اذا نجينا نحن للبيانات بيانات لازم ما تكون نهائيا خاطئة ابدا ابدا لأعطي مثال على هالشي لازم يكون عندي انا هون وفي داعي هون خلاص اعطي مثال سريع عن البيانات الخاطئة هاي البيانات الخاطئة هلأ نحن فرضا عنها هلأ جدول هلأ رح اعمل جدول في النظام اذا كانت البيانات خاطئة شو بصير بصير في اخطاء بين الربط بين جداول التانيات وبنفس الوقت القواعد التانية ايه سواء ايه هاي 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 مثلا تاست نسينا نحن هذا عند التاست لا مو التاست خلينا على السكول هون هاي احد المشاريع اللي عملناها في السنين سابقه مثلا عندي انا تمام هاي مثلا احد اه قواعد البيانات والجداول اللي عندي تمام هذا الجدول بيحتوي على ارقام مثلا السؤال الصحيح الجواب الصحيح عفوا الجواب المختار اللي اختاره الشخص مثلا والسؤال نفسه ورقم الطالب فرضا انا اذا صار عندي بيانات خاطئة شو بصير هون مثلا عندي بدل هاي الاثنين حطيت ثلاثة خلينا اعدل عليها وحطها ثلاثة فرض ان هاي صارت ثلاثة شو بصير هون تنقصه علامة للشخص التاني هداك اللي فوقه بنحسب انه ما جاوب على السؤال هات يعني احنا صاحب الرقم اثنين وقت تغيرنا للثلاثة شو صار عليه هيك هلا صار انه هلا جواب اللي جاوب عليه خسر علامته وخسر بيانات تبعيته فيها يعني هلا مو بس خسر العلامة خسر انه الدليل انه جاوب على السؤال فهون شو بصير البيانات لازم تكون دايما دقيقة وموثوق فيها يعني بطريقة انه مكتوبة بطريقة موثوقة يعني ما يكون فيه اي خطأ يصير بهذا الموضوع وإلا الخاصية تبعيت بيانات كلها كأن كبيانات يعني ما بتفقد اهميتها بالكامل يعني مو بس نهائيا بالكامل ما بيضلل له شيء ما عد بيكون الى فائدة اذا انتهل مثلا عندنا درس الماث هونه تمام فحص الرياضيات جواب هذا سبعة زائد سبعة يساوي اربطاش طيب انا هذا رقم الطالب شو اتنين فرد انا حطيته انا ثلاثة شو صار هالله هيك صار رقم الطالب ثلاثة ما داخل على فحص الرياضيات كله على بعضها ما داخل نهائيا شو صار هون صار خلل في البيانات وفقدت موثوقيتها الثقة فيها مفقدت ما عد فينه حدا حتى يقدم فحص عن طريق مثلا الموقع هذا ازا صار هيك مشكلة يعني بس شو صار بنفس الوقت صار الشخص اللي رقمه ثلاثة اللي على اساس ما بياخده الرياضيات فحص الرياضيات صار ياخده لفحص الرياضيات فهيك شو صار صار الشخص ما لازم يكون عنده هذا الشيء ولكن صار عنده فهذا شيء خاطئ ما لازم يصير نهائيا كمان هاي احد الشغلات اللي بتأثر على خلل البيانات وين ما رحنا يعني ان كان في الفلوسات ان كان في المشافي ان كان في الباصات اغلب الاوقات مبارد اذا انتوا انتبهتوا يعني اغلب الاوقات تبتطق بالباص اذا في عنكم بالباصات طاقة وقت تبتطق الكرت تلمسه الكرت وبتشيله شو بيعمون بوقف يعني ما بيشتغل احيانا ليش؟ لانه هن بدو يتأكدوا انه المغنطة بالكامل تجي على الجهاز بعد ما تجي بالكامل بعدين بيفحصه السبب هون هات لنشرح مثال بسيط عليها في الالم على السريقة هذا الكرت تمام؟ هذا الكرت فيه عبارة عن يعني عبارة عن دارة صغيرة هاي الدارة عبارة عن مستطيل وفيها اعمدة خطوط واعمدة تمام؟ هيك فرضا هلا نحن وقت منطق الجهات الكرت في الجهاز ما لمس كل الأعمدة على الجهاز مثلا لمست انت طارف صغير طبعا هو الدارة اصغر من هيك هيك قد بس تمام؟ تبعيت اللمس لبيت التماثيز بيلولانه اه فرضا نحن هلا اذا ما لمس غير هذا القسم تمام؟ وهذا الجدول هذا الرقم كله عبارة عن ثلاث اتنين هيك 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 ارقام تمام؟ هو بالعادة هيك بيجي الرف اي دي اسمه ارف اي دي بالمناسب هذا الكرت يعني هل لازم نبحث عليه عنه فينكم نشوفو مثلا ارف اي دي كارت في ارف اي دي وفي تبع الشيب حسب حدونا ننكروت الار اف اي دي طيب بعد ما طاقت طاقة على الجهاز لمس الكرت في الجهاز تبع القارئ فرضا نحن ما لمس غير هذا الطرف فقط طب هون شو بيصير؟ البيانات اللي هون شو صار فيها؟ ضاعت فهون هذا الشي مشان يمنع هذا الشي بشان هذا مثلا هذا ضاع كله هلأ وصل بس هذا بشان ما يصير هاي المشكلة بيستنك ليوصل كل البيانات شون بيعرف انه وصل كل البيانات ولا لأ؟ لقلكم كيف هدول مرقمات تمام؟ هدول اعمدة هدول اعمدة كلاتهم مرقمات مثلا هذا الرقم واحد اتنين، اتنين، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، اي داعش مثلا الرقم اي داعش هون تمام؟ كلاتهم في جنبهم مثل ما لازم يحطوا دايما رقم عادي حرف حرف هالحروفين دايما جنبها كيف داعرف انه هون انه طقت الكرت كله اجا على الجهاز الجهاز فيه خاصية بيقرأ هل الار واحد وصلت للجهاز ولا لا؟ اذا وصلت بيعمل صح اذا وصلت الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة كلياتهم واذا وصلت الاداعش كمان بيعمل صح اذا ما وصلت شو بيصير؟ بيمنع العملية كله بيعطيكم خطأ انه رجاء ارجع الموسي الكرت هاي آلية عمنا فهاي شو؟ ها هي البيانات عشان تدخل بشكل صحيح ما يصير فيها خلل عاملين عبارة عن شروط والشروط هي لازم يكون الار واحد تمام؟ والار اداعش لازم يكونوا اتنينتهم موصولين على الجهاز يكونوا يتواجدوا على الجهاز اذا ما تواجدوا ما بيشتغل نفس الشي كمان لهدول عفكرة مو بس هاي بس ان شو بيسووا؟ اول شي بتأكدوا انه الار واحد والار اداعش اتنينتهم بنواجدوا جوه تمام؟ بعدين بتأكدوا من الباقيات ليش؟ مشان ما يبطقوا العملية مشان ما يخلوا يعد من الواحد للاداعش ويصير بطيئة فاذا هلا لاحظتوا بتحطوا الكرت على الجهاز تمام؟ ايش بيصير؟ تستنى شوي بعدين بيقطع ما صح؟ مع انه هو العملية جوهك اللي عم تصير في الجهاز طب ليش بيستنى؟ اول شي في عدة عامل عامل الاول هو سرعة الانترنت اكتبه انترنت سبيد هاي العامل الاول العامل التاني شو هو؟ الديلاي فانكشن ديلاي واللي هي تأخر العمل تأخر الفانكشن الفانكشن هي عبارة عن آلية مؤتمته لتشتغل بالوقت اللي انت تطلبها فيه فقط هاي اسم الفانكشن هاي معنى الفانكشن طيب وبنفس الوقت تجيبك فاعلية شوفي كمان شغلات الشروط ركوايرمنت ركواير مينت نعمل يعني تحقيق الشروط المساحد خط طيب هون شو عم بيصير؟ متل ما ان الانترنت سبيد سرعة الانترنت اول شي طبعا بده يفحص اذا في الكرت عندك فيه مصار ولا لا بس ما بيجوا بهالترتيب اول شي بتيجي شو؟ باسنج ركوايرمنت اللي هي واحد اول شي بتبلش الباسنج ركوايرمنت بتحقق من الشروط الشروط شو هي؟ الشرط الاول رح يكون لازم يتحقق اذا الار واحد والار ايداش متواجدات ليش؟ لانه اسرع شي يتحقق منهم شغلتين صغار خفيفات عبارة الرقمية بتأكد اذا موجودات ولا لا اذا ما موجودات بيقول له رجع ضغاط الكرت مزبوط بعيد ما يضغط الكرت مزبوط ووصلت الار ايداش والار واحد اثنيناتهم وصلوا ترددهم على المغنطة تبعيتهم وصلت على الجهاز شو بيصير هون؟ بيقول انه خلص الشرط الاول تحقق طيب الشرط التاني شو هو؟ الشرط التاني هو انه الار اثنين والثلاثة والاربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة وعشرة كل هاتهم لازم يتحققوا بعدها بعدين بيضحصهم له هدول الجوانيات اول شا لازم تأكد انه كامل الار الواحد والاثماء 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 موجودات بعدين بيدخل على هدول التسعة ليش يدخل على التسعة فورا؟ لانه اذا ما بده يدخل فورا من الواحد للاثماء بده يعد هيك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اثمانية تسعة عشرة ايداش اما اذا انت يجيت على الديت من البداية انه هل الار واحد ار ايداش ار واحد متواجدة ار ايداش متواجدة خلص موجود ار واحد متواجدة ار ايداش غير موجودة مانا موجودة ارجع الكرت مزبوط هيك فامشان ما تضل تعد كل هدول تخليه عدتين فقط اول شي بعدين بيعد الباقيات اذا موجودات اوقات انه ما بيكونوا موجودات شو السبب؟ بيكون سبب انه فيه عطل بوحدة منهم بالخلايا يعني فبعض الوقات تجي بتلاقي انه الكرت ما عدع بيلموس مزبوط شو السبب؟ سبب بيكون متعرض لحرارة متعرض للشمس متعرض لمغناطيس تاني بيأثر فيه لانه مثلا كمان شو فيه في عدة عوامل المي ما بتأثر فيه صراحة يعني الا اذا كانت من هدول الصغار هدول هيك مثل السيمة هدول هيك ايه هدول بيتأثروا اذا كان من النوع المانو محمي بالاي بي ستة وخمسين او خمسة واربين هدول طبعات مضعوب بالمياه فهاي آلية عمل مثلا البيانات في الكرت وهي اهميته فاذا صار خلل بسيط ما نازم يشتغل نهائيا الكرت مشان شو مشان ما يضيع رقم اذا ضاع رقم فرضا هذا الرقم اذا ضاع وستجل هذا جوز يسحب من كرت شخص ثاني جوز فيه ارقام اقل من ارقام هاي جوز في واحد عنده 904 Haggd تسعين الف تسعين 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 تلاتة تلاتة تسعين تشعين تسعين 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 تلاتة تلاتة تسعين تسعين واربين طبع حدا بيعرف شهما صور هالاخطاء هاي بتفادوه للاخطاء بهالطريقة هاي ايه في شغلة تاني كمان هل يستنسخ هذا الارف اي دي كارت اين عم يستنسخ هذا الكارت يستنسخ بسهولة تامة ولكن في بعض الاجهزة بتستنسخ مثلا زي اكس يمكن كان اسمه في جهازة طالعة جديد مبارسة شفتوها كلونه برتاني صغير وعبيض على اليوتيوب كتير بطلع بنسخ وبفتح قفولة ويعني عن بعد بس بتخليه يقرأ التردد الهرتز والشغلات هاي الموجودة على هاي بالاشعة بيقرأ اشعة بيقرأ الهرتزات الترددات هالشغلات هاي شغلته انه يقرأ كل شي مانو يعني مانو ظاهري يعني بالنسبة لنا يعني فهي طريقة التعريف عن الشروط بيعرفوا الشروط هلا هيك تحققنا انه البيانات صحيحة مصح؟ خلصت من هاي شغلة شو سبب تاني التأخير مسلا في الحصول على البيانات هاي اول شي الفانكشن دي لي الفانكشن دي لي هي نفسها هاي الحكينا عليها نحنا تبعي التأخر تأخر العملية كمان هاي صحيحة بقى لعنا الانترنت سبيد لقلكن شلون هاي بتصير كمان لانه هاي مو بس شغلة انترنت لا هي شغلة تانية نساح هدول كل هون هم بساح هنقول لون اشان هننزحوا عليك طيب نحن بنشألنا انه انترنت سبيد تمام والفانكشن دي لي هدول تنتين عفكرة فيه انقسمين مو قسمين يعني هننا قسمين بشترك في واحدة السبب هو انه في فانكشن عنا في الجهاز ديفايس فانكشن وفي عنا فانكشن في السيرفر فانكشن شو الفرق بين هدول الفرق الاول الفرق بين و انه بالجهاز مساء عنا هلأ وقت بيصير التأخير شو بيصير بيكون عم يقرأ الارات هدولي نسلا اللي اننا عليهم من الار واحد الار ايداش وبعدين بيقرأ الارات التانيات هاي هاي جوز ده اخد صفر مسلا كميسال يعني ما عم بيكون نظام يعني صفر فاصلة صفر واحد ميلي سيكند وهي جزء من الثانية هاي بجوز تكون في بطق فيه على الجهاز نفسه اللي عم تقرأه عليه الكرت طيب شو كمان في عنا في عنا ديلاي ديلاي واللي هو التأخير تبع الانترنت انت ديلاي هادا التأخير تبع الانترنت معروف على حسب سرعة النيت شو بيطلع شو هاي فيه تأخير تاني كمان متواصل بتبع النيت اللي هو الداونلود تبع السيرفر يعني سرعة التنزيل تبعية السيرفر اذا كان السيرفر سريع كان فيه ضغط كمان عوامل بتأثر عليها لما مثلا احنا عنا بوابة هيك تمام وعنا عدة شرطان هيك داخلين فيه تمام انت فينك تدخل هيك فورا بهيك بوابة بهالسرعة هاي هيك ما فينك تكتستنى يا اما لا يدخل واحد ويفتح لك مكان بعد لك مكان مشان يقدروا يدخلوا على السيرفر كل دياتهم فهو نفس الشي هاي البوابة هي عبارة عن سرعة الانترنت المتصلة في السيرفر هاد فاذا سرعته هاد كل ما زغلت البوابة كل ما ده يستنى اكتر ليدخلوا الاشخاص على البواب على الباب نفس الشي يعني بالحياة الواقعية اذا في عالم كتير تتصف على الدور لا تدخل يعني نفس الشي كمان على السيرفر اذا سرعة الانت عندك مية مثلا ورفع مثلا كمان مية خليون حسبا بدك ما فينك دخل عالم غير على قدرة المية هاي ميجابايت ما فينك غير هيك يعني اما اذا كانت عندك سرعة الف هاي بدك توسع تصير هيك والعالم جزء تدخل بارياحية ما انا مشكلة يعني فهون هذا الفرق بين السيرفر ديلي والديفايس ديلي طيب شو في كمان ديلي قلنا من الشوي انه في استه في فانكشن ديلي تبع السيرفر الفانكشن ديلي تبع السيرفر هو عبارة عن عملية تستخدم في بتكون بجرد جرد بي اتش بي سي شارب شو ما كان يعني فهون هاي العملية وقت عم بتعمل لها معالجة انت هذا الرقم اللي منه شوي كتبناه هون مثلا بنرجع نتوب واحد ايك تاني هذا الرقم شو عبي بيصير فيه عبي اتاخد هذا الرقم بنحط بمتغير مثلا عبي اتاخد هذا الرقم بيروح لوين عالسيرفر في السيرفر عم ينبعت على الجذاول شان شو شان تتحقق السيرفر يتحقق انه هل هذا الرقم موجود في الجدول اذا كان موجود بيعطيه صح تمام بعد ما تأكد انه موجود في الجدول ولا لا شو بيسوي بياخد رمز ال اي دي تبعه هذا الكرت بيتحقق في جدول تاني كمان هذا الجدول شو فيه فيه قديش فيه مصاري هذا الكرت اي دي الكرت بعدين محطوط قديش فيه مصاري مسلا 270 ديرا انه فينك تقص منه مصاري لا طاق ما انا مشكلة هل هو شغال هل الكرت استاته شغال فاعليته خلاص تاريخه ولا لا تعرفوا فيه الكروت بيخلاص تاريخه يعني في منه بضل سنة بالذات كروت الطلاب يعني سنة او سنتين يعني بدك تجدده بعدها مشان شو مشى العالم ما اضلا تستخدم كرت الطالب فها هي التأخر في السيرفر نفسه يعني عملية التأخير في السيرفر بعدنا يسوي كل هالعمليات بده يرجع يبعث لوين يرجع يروح البوابة لداخلين العالم مننا يرجع يبعث كمان واحد يروح لوين لعند ال ديفايس فانكشن هون شو بفي في شغلة غير هاي الارات بتأكد صحيح ام خاطئ اذا صح وفيه مصاري خلاص بدخل بيطع مصاري ويشتغل بيزمر الجهاز انه خلاص انت مش حال فكمان سرعة الرفع تبعيد السيرفر مهمة هيك نحنا نحنا حكينا عن انه شو هي الاهمية مثلا سرعة نقل البيانات وخصائص يعني فخصائص البيانات من احد اذا عالشت بشكل سريع بتقدر تمشي امورك اسرعة يعني مثلا ليش الواحد يحسب الار كلهاتهم مرة واحدة كلهاتهم من الواحد للادعش شو بدي يصير هيك في بطء بيصير بتخل في تجربة المستخدم يعني عالا ما بطم بسيط انه والله اذا كل ثانيتين ثلاثة بدي حط استنى ثانيتين لحتى يوافق لا اما فورا اذا حطيت واشتغل الصوت ودخلت عالسيارة فورا بيمبسط الواحد انه فورا اشتغل ما في داعي استنى او في عالم كمان يقعدوا على الكراسي يعني فشو بيسو فورا بيطق و بيروح بيقعدوا يعني بسرعة فهاي الشغلات كمان يعني دائما بيحاولوا قدر ان كان يسوه سريع ما بتلاحظوا انه الانترنت تبع الباصلات سريع بشي هالشغلة ما باع لازم تصليم شبكة الباصلات في بعض المدن ما فيه يعني اذا يمكن باسطنبول وانقر هاللاغ هلأ ها هي فائدة معالجة البيانات بسرعة مفهوم كل شي شرحتوا عنها اذا فيه شي سؤال اسألوني اذا اذا ما فيه قد تحكوا بعتوا كتابة مشكلة مد رمضان محمد رمضان حضر ما فيه سؤال طيب نمسح كل شي هلأ ونشوف هلأ فيه عندنا شغلة نحن اسمه تحليل المعلومات تحليل المعلومات هي شو تكون يعني مثلا في حدا عنده فكرة شو هي تحليل المعلومات بشكل عام يعني مقارنة في الواقع يعني في حدا عنده فكرة او سامع فيه من قبل تحليل المعلومات مثلا انت بشركة بدك تحليل المعلومات الشركة تشوف نتائج هيك شغلات يعني فأكيد لازم تكون ولو سمعانينا بمسلسل بيقول لك انه قديش الفائدة طلعت قديش ما رابحنا وهالشغلات هاي عبارة عن تحليل المعلومات بالنهاية يعني كل الكوكيز يعني تقريبا بتصير الكوكيز كمان نعم الكوكيز ليش لانه الكوكيز عبارة عن سجلات سجل 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 بتحقق منهم بجوز يكون بذكاء اصطناعي بجوز يكون باستخدام أدوات عمليات حسابية رياضية المهم انه هذا الروبوت وقت الفيديو يجي يحسبون مثلا هذا الشخص داخل على الكوكيز تمام صارت عنده مشكلة في الموقع هذا الكوكيز فورم بتسجلهم الكوكيز عبارة عن سجل بتفقد طريقة استخدام المستخدم للموقع يعني كل شيء نحن عم نسويه شايفين شون عم مسجل أنا شايفين الفاروين عم تروح مصح هلا بتكون تعتبروا انه انتو هلا روبوت وعم بيتابع حركاتي وعم بيحفظه شو سويت مثلا كتبت هون حرف كتبت هاي عرفتوا انه هون كاتب انا هاي شو صار هون حفظتوا انتو فانتو شو هون اخدتوا فكرة قلتوا انه هذا الشخص بيحب يكتب هاي على اللوحة هيك الكوكيز نفس الامر بيحفظوا كل شعب تسويه طبعا ما بيحفظوا الشغلات اللي عم تكتبها او الشغلات هاي لا بيحفظوا بس وين دخلت اي صفحة من موقعهم بس بموقع يعني مثلا دخلت انا على موقع المشفى كذا كذا دخلت عليه هدول الجماعة المطورين مشغلين الكوكيز ليش مشان يشوفوا العالم شو عم يحبوا اكتر في الموقع شو الشغلات اللي عم تفتلهم انتباههم مثلا دخل واحد على الموقع تمام وضغط هده الزر اللي عاليمين بيفتح القائمة ضغطوا فتحت القائمة عجبوا صار يفتحوا يضغطوا يفتحوا يضغطوا يفتحوا يضغطوا شو صار هون صار النظام تبع الموقع نفسه يسجلون هدول انه تم فتح جدا يعني عم يفتل الانتباه للعالم يعني هاي شغلة فائدة الكوكيز وإلا ما كان حدا استخدام نهائيا لا نظار رهية الصراحة بس في عالم ما بتحب تشوف شو العالم عم تراقبون به الشغلة مثلا دخلت انت على موقع طبي عم تبحث عجوز عم تبحث على شغلة خاصة غير وما بدك حدا يعرف يعني فشو هلأ هون مشان انت بيعطوك خيار انه قبول ولا رفض الكوكيز ما صح دائما بتشوفوه اكيد شايفين كتير من ابن المسوي هل اوافق لا توافق في مواقع بقول لك زمانك موافق اغلاق الموقع لك تطلع من الموقع في بعض منهم بيجبروه في بعض منهم ما بيخبروه حتى بيلموه بدون بس الشركات بشكل قانوني اذا تبعية الكوكيز اذا ما مرخصه بشكل رسمي من الدولة من حكومة ما احد بيحطه قليل لعالم بتحطه الا اذا كان واحد مثلا كما بيقوله بيستحي على حاله طيب هي تفيد بالاعلانات نفس الوقت تفيد بالاعلانات تفيد في تجربة المستخدم للمطورين هل المطور مثلا عم يدور هل المستخدم عم يدور لتحت منزل لتحت شو سوى دخل على الفوتر مثلا نعطي مثال نجي لهون اه نفتح شي موقع السريع شو في مواقع نفتحها جوجل خلينا ندخل على جوجل المبارزة فيه ها فيه لازم او جوجل بدي بس اي شي يعني هاي طيب خلينا اعطي المسال هون يعني ندخل على هاي بدي شي يعني يكون فوتر يعني بتعرفوا الفوتر هو عبارة عن القسم الاسفل من الصفحة السفلي وعبارة عن اخر شي بالصفحة مهم هلا مثلا انا عندي هذا قسم السفلي في الصفحة بدي اعتبروا انه هذا القسم السفلي في الصفحة وفيه رقم اتصال فيه شو اسموه يعني الاتصال الايميل الموقع وين ساكني مثلا هيك حاطين فهون شو هاي بتفيد هالشغلة مسلا هلا فرضا انت عامل هون حاطت موقعك الالكتروني باسفل الصفحة موقعك التاني بس ما لك حاطه بينضغطه يعني ازا ضغطه الواحي عليه ما بياخده على الموقع فهون شو بيصير بيصير هون انه العالم جوز تيجي تحاول تضغط هون تضغط هون تضغط هون ما يضغط او رقم التليفون ازا ضغطته ما اتصل يعني بيضغطوا او التليفون بيضغطوا بيضغطوا اخر شو ما بيتصل فهون شو بيصير بيكون الروبوت تبع الكوكيز سجل لعالم وانضغطه تضغط على رقم التليفون تضغط على رقم التليفون عشر مرات عشرين مرة هون بيعرف المطور انه هذا الشخص الروبوت بيخبره انه هذا الشخص بعد تحليل نتائجه وكل شي الشخص اللي عبي ضغط هون كان بده علمنا من خطأنا يعني انه لازم من يوم ورايح نحط مكان القسم السفلي من الصفحة بالنهاية باخرة الصفحة ما بشوفه كلمة حقوق الطباعة والنشر حقوق الموقع محفوظة وانشاء الله تاي يعني بهذاك المكان هيك فوتر بيقول لك انه لازم نعملها من يوم ورايح اذا ضغط على الرقم يتصل اذا ضغط على الايميل يبعت رسالة فورا يحوله على جوجل وهذا الشيء ذاتا اللي نحن عم نعمله ولا يعني وإلا كتير عالم تخسر زباين يعني صراحة فهذا الشو هاي طريقة لتحليل النظم طريقة تحليل نظم المعلومات يعني بالنهاية هاي عبارة عن مثال عن الكوكيز طيب مثال تاني نحن لو نمرو على وقت نفتح تلفزيوم نفتح الانترنت نشوف شو في مثلا امراض في الدولة شو في مثلا مشاكل معدلات يعني هلا مثلا بيقولوا انه مثلا نسبة الاجانب في الدولة كذا هي عبارة عن 11% تمام فإداعش بالمية وهاي مثلا تمانية تسعة وهاي إداعش إداعش بالمية وتسعة وتمانين هادول شلون طلعون هادول عبارة عن حسب وبقاعة البيانات اللي عندون اللي هي مثل هاي الورجة تكون يا أنا هلا هاي مثل هاي بس هديك اللي بيكونوا عم يحسبوا فيها بيكون فيها تقريبا 70 80 90 مليون سطر هاي عفكرة بتساعة بتوصل للملايين يعني فين كنت عبوا فيها بنيار سطر ما أنا مشكلة كتيره كل ما عبيت أكتر كل ما تقلت أكتر حجمه كبر يعني بتصير بجوز 3 4 جيجا هلا حط فيها 50 معلومة 50 مليون سطر بصير حجمه 1 جيجا تقريبا حتى أقل يعني جوز أنا مثلا مرة شفت واحدة فيها تقريبا 3 ملايين سطر قديش كان حجمه كان حجمه تقريبا 340 ميجا بس الفرق إنه كانت معبينه كتير يعني كلمات وشفت واحدة فيها 50 60 مليون كانت حجمه 1 جيجا ونص يعني حسب المعلومات والكاتبين فيه يعني كل حرف بياخد بيت من الذاكرة كل حرف بياخد تماني بيت عفوا تماني بيت تماني بيت تماني بيت ما بعرف الرقم النظام يعني الحروب بعض الحروف تختلف في حرف بياخد أكتر في حرف أقل في جمل أقل في جمل أكتر يعني يعني كلها بقى كل واحدة إلى حسابه نفسه يعني ولو رقمه الخاص هلا بعد ما يعملو هالعملية هاي الورجة تكون يهلأ بالـ بـ مثلا دخلنا نحن لهون على الـ مثلا 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 هذا الجدول فيه أربع هادول الأربع سطور فيهم اسم وأحمد وفيه محمد وفيه خالد هون شو كاتب لنا فوق كاتب لنا أنه يتم إظهار السطور من الصفر للثلاثة ليش من الصفر للثلاثة لأنه بالبرمجة بنحسب بتبلش من الصفر ولكن الـ هون بتبلش من الواحد إذن كم سطر فيه هون أربع سطور مكتوب شو صار هون هذا حل البيانات هون وعدهم لجميع البيانات هلأ مسلا خلينا نكتب كود كلك كاونت 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 ش يعني يعني عد all from users نعمل جو شو منلاقي نحن كتب لي نتيجة الكاونت أربع طورا كتب نتيجة الكاونت هي أربع فشو سويت هون أنا حللت بيانات للجدول هات هاي يعتبر تحدي البيانات هذا انت شفت كم مستخدم عندك هلأ فرضا مثلا انت بدك تحلل بيانات تانية جينا لهون بروس شفت انت عندك هون أربع أشخاص طيب هدول ما هذا ما بيمشي حول الصراحة خلينا ننتقل لواحة غيره classes مثلا عنا computer exam result تمام exam result نتائج الفحص خليون أنا اعتبر هلأ نحن عنا هاد الرقم ثلاثة عبارة عن رقم طالب وهذا الرقم ثلاثة عبارة عن رقم لأحد الطلاب وهذا ثلاثة هو نفسه ثلاثة اللي فوق إذن طالب نفسه لأنه student id ما فوق وهذا الأربعة إذن هذا الأربعة له حالة ثلاثة أسئلة هذا وهدول الأسئلة كلهم لشخص واحد لأنه رقمه أربعة هويت الطالب هاي رقمه أربعة طيب أنا هلأ إذا جيت وعملت هون count وأنا جيت قلت لك أنه بدي الطالب لرقمه أربعة كم سطر إلو كم سؤال حالي حتى الآن select count اول طبعا اللي بعدين نتعلم هاي الـ sql ما أنا مشكلة يعني بس هلا هذا مجرد عم نحل البيانات برجيكم طريق تهليل البيانات أربعة إيش عملت هنا أنا عم بقول له اختر هاي اختر يعني عد الجميع من الجدول نتائج الفحص حيث أن رقم الطالب أربعة ولكن هون std id هاي يساوي أربعة حيث أن رقم الطالب يساوي أربعة إذا شغلنا نحن هون شو بكتب لي بكتب لي أنه في ثلاث أسئلة للطالب هاي محلولات فش يعني هون نحن نفس اللي شفناهم من شوي أربعة أربعة وأربعة ثلاث أربعات عنا ثلاث أربعات عنا بعد ما حللنا البيانات شفنا أنه النتيجة عن جد فعلا نظامية فهاي مثال لتحليل البيانات التكنولوجي نفس الشي مرابح الشركات مثلا نجينا على الأهلة الحاسبة نعمل نعمل نجي منقول أنه نحن بيعنا بميت ألف ميت ألف تمام بيجي بقول أنه أنا بدي من ميت ألف هاي بدي يدفع ضرائب عشرين بالمية فشو بسوي؟ مثلا بضرب ضرب صفر فاصل عشرين يساوي عشرين ألف طلعت النتيجة شي يعني يعني أنا بدي يدفع عشرين ألف ليرا برائب هيك حسبت أنا شو ضل عندي مثلا أنا؟ ضرب تمانين تمانين ألف هاي كمان تعتبر تحليل بيانات بعد ما نحسبها نجي لهم مثلا كمان مية ميت ألف ضرب صفر فاصلة تمانين نقصنا عشرين يعني عشرين بالمية يساوي ثمانين ألف بعدها شو ما نسوي نحنا؟ الروبوت هيك بيشتغل بعدها شو ما نسوي؟ نحسب أنه لكل شخص بيطلع له مثلا خمسة وعشرين بالمية نقول أنه أو لا نحنا ثلاث أشخاص وكل واحد يطلع مننا ثلاثين بالمية فشو ما نسوي نحنا؟ نعمد ضرب صفر صفر فاصلة ثلاثين يساوي أربعة وعشرين ألف لكل شخص مننا أربعة وعشرين ضرب ثلاثة مرة ثانية يساوي اثنين وسبعين ألف في غلط كأنه حسبنا من الحساب حطيت ثمانين أنا من شوية ما طيب ثمانين ألف ضرب صفر صفر فاصلة قديش بتضم منه مثلا؟ عشرين طلع نظام نفس الشي بس ما برع نشوي أخطات من شويه مهم أنه طلعت ستة عشر ألف إذا عشرين بالمية لك الشخص مثلا بدي يحسبوا هيك فهون نفس الشي طريقة الحساب كمان الواحد بدي يحل البيانات بدي يعتبر أنه كل شي بالنسب حتى البيانات اللي هون كله عم تنحسب بالنسب الصراحة يعني إذا جيت أنت هاي عم بتقول له أنه يساوي الواحد هاي تعتبر نسبة أنه أنا عم بقول له أنه فقط الأشخاص اللي بيساويوا واحد يعني فا يعني ها هي تحليل نظم معلومات يعني في أي سؤال عن الموضوع أو أي شي مفهمانينه نشرحها من جديد ومشكلة يعني الموقع هذا اللي استخدمته هذا الموقع اللي استخدمته هذا الموقع اللي استخدمته أعضب هذا سيرفر عندي على التوبنات هذا سيرفر هذا سيرفر أباتشي ومي اسكيويل وفيه عدة شغلات تانية مثل فايل زيلا اللي هو الفتي بيشغل لك يا ميركوري والتومكات فيهم يعني بس هدو خمس خدمة فيه بس أهم شي مثلا نحن بالدروس لتبعاتنا نحن نستخدم أباتشي والمي اسكيويل ومنستخدم الفايل زيلا مو مشكلة يعني الفايل زيلا عبارة عن خدمة الفتي بو اللي هي بتبتصل فيه عن برنامج فتي بي إن كان فتي بي وإن كان برنامج تاني يعني مهم إنه فينك حتى تستخدمه لل هي عبارة عن نسخ للمشاريع اللي بتعملها ولكن على وهذا مهم جدا جدا ليش؟ لأنه هذا بتعمل المشروع وبتوصله عندك على اللابتوب بيضل المشروع على هذا الموقع وبتشتغله عليه بيضل يعني هلكم مثل كأنه هذا موقع بيضل المشروع عندهم في السيرفرات آمن ما حميه ما حدا بيسرق لك يا مخفي ما حدا بيشوفه إذا أنت خفيته يعني فينك تخفي وإما ما بدك من أي لابتوب بتسجل دخول بتشتغل عليه أو بترسوله بي ال Visual Studio Code اللي هو رح نستخدمون إحنا أو بالSublime Text أو النوتباد ما بيهم كلهم فينك تستخدمون يعني فهذا الموقع هذا عبارة عن واجهة الPHP MyAdmin واجهة ال MySQL قاعدة بيانات سيرفر قاعدة بيانات بيستخدم ماريا ديابي والشي اسمه MySQL وبيشتغل على الأباتشي طيب طبعا هالشغلات كلهات رح نتعلمها يعني كيف تنزيله كيف تشغله كيف تربطه ال Visual Studio في FTP إن كان عن بعد وكيف تشتغل فيه على الهاتوب نفسه هلا أنا عندي سيرفر صراحة بس ما فيني اتصل فيه لأنه شو اسمه بده اجبار يكون متصل بغير شبك اللي قدر اتصل فيه هذا السيرفر بالبيت هون يعني طيب هلأ خلصنا نحن هلأ الشرح عن تحليل بيانات بشكل عام يعني طبعا هلأ فيه شغلات يعني هلأ مو أي شخص بيجي بيكون بيجي وبيكتب هالأكواد هاي وبيكتب هالشغلات هاي يعني لازم يكون بيعرف حل البيانات شو السبب؟ السبب إنه هون فيه شغل اسمه مؤهلات علمية يعني لازل واحد بالأصل يعني ما زيادة بالرياضيات أو يعني مو شغلته يعني مو مصلحته مثلا هلأ كمحاسب ايه شغلته يحسب بيانات والشغلات ويحللهم ايه هاي شغلة محاسب فينه أي شخص يتعلمه ثاني مو مشكلة طبعا ولكن إذا ما عنده نهائيا خبرة سابقة وجاي بدون ما يتعلم أبدا أكيد ما لازم يستلم هيك شغلة يعفرضه أنا هلأ أنا ما عندي خبرة سابقة صراحة في تحديل بيانات ليش؟ لأنه ما أنا شغلته هاي شغلة شخص اسمه محاسب هاي شغلته أنا بعطيه البيانات وهو بيحلل بسويه بده يعاكيفه بيحب يعملها على الإكسل بيحب يعملها على اللي عملت أنا هاي على المغي اسكويل هاي شغلة بتعود للشخص اللي رح يحلل ليها ولكن إذا كنت شخص أبدا ما عنده خلفية في تحديل بيانات أو حساب أو محاسبة أو محاسب يعني ما لازم واحد يدخل به الشغلة شو السبب؟ السبب لأنه إذا صار خطأ بسيط في البيانات خطأ بسيط صار مثل ما هلأ صار معي بن شوهي شفته فرق ستة الاف مدري أربعة الاف خربت الدنيا يعني أنا إلا كنت روحت على كل واحد أربعة الاف وطلعوا هيك فهذا السبب إنه ما لازم ندخل على الشغلة إلا نكون أتقنينة يعني بالذات هيك شغلات يعني شغلات الأموال هاي بالنسبة لازم يكون شخص عنده مؤهلات علمية يعني بسببها أو معرفة أو خبرة بس أستاذ اللي عم يشتغلوا هذا الـ Data Analyze تحقي البيانات في الشركات هذا هذو عندهم برامج برامج عم يستخدموها ولا يستخدموا MySQL ولا شو عم يستخدموا بالضبط؟ أنه بنعرف أن هذا المصدرح كثير عم يدور وقت حلع يعني تؤال جميل جدا هلا في الشركات في الشركات عندهم قسمين تمام؟ قسم هلا أنا راح شفت الشركات النابل يعني اللي عندهم الأقسام عندهم قسم الأول هو تحليل بيانات تمام؟ والقسم الثاني تدقيق يعني البيانات اللي عم بتعملها هون فرضاً واحد ما أنا شغلته ومشتغل فيه أو جديد مبتدئ اشتغل أكيد ما راح يبعتوه فوراً على المجلس الإداري تبعه الشركة لأنه فيه شركات هلأ أكيد بتعرفوا عن الشركات التدقيق المالي المحامة وهدول اللي بدافع عن الشركات وهيك يعني كل شركة عندها محامة هدول بالأصل شركات مالية بكونوا مواقعين عقود مع شركة خاصة وهي الشركة بتضمن إنه ما يكون فيه خطأ نهائياً في تحليل بياناتهم وما يكون فيه لا نقصة نقرش ولا زايد واحد هاد شغلتهم أول شي بعد ما تروع التحليل فرضاً أنا بقصة التحليل الصراحة ما عندي كتير خبرة فيه يعني بيشتغل فقط بيشتغل على الـ MySQL والـ SQL العادية يبيت Microsoft تحاول بكتوب اللي عندي وهيك أحياء بيطلع الجواب صحيح إيه إذا ركزت مظبور بيطلع بس إذا على السريع ما أكيد ما رح يطلع فرضاً دخلت على قسم التحليل هنا وطلع معي الرقم 450 بعدته للمجلس شو رح يصير هون رح تفقد الشركة مصداقيتها والثقة فيها رح تفقد ما عد حد رح يسق بهيك شركة إنه والله طلع عندها خطأ مالي بيرفعوا دعوة عليهم بيخسروا يعني منا شو اسمه مانوش شي كويس يعني بالنهاية فهلا هون بعدما أنا خلصت من الـ 450 بيبعتوا إجبارية بإجبارية يعني ما فيني إنه قلن لأ ما بصير في واحد مدقق شغلته فقط ياخدوا يبعتهم على قسم التدقيق وفي التدقيق بيتأكدوا مرة تانية من البيانات بيحسبوهن وبيطالعوا النتيجة إذا طلعت 450 تطلع فورا النتيجة لوين للشركة المالية والشركة المالية بما إنه عقد تندفع لها كل سنة وهيك هاي الشركات هيك عبل الشركات أما إذا طلع فيه خطأ مثلا 465 طلع بدل 450 وأنا مطلع عندي 450 شو بيصير تنحط وحدة على الشخص هذا ما بينطرد لا بيصر له شي نهائيا فيه شي اسمه لجنة تأديبية هاي دايما ما تكون موجودة يعني لجنة تأديبية بتدخل عشان بسبب خطأ أو خلل في البيانات بيبعتوه مرة تانية إنه انذار هذا مثلا عنده الواحد عشر انذارات ما لازم أخطئ لهيك في شي اسمه فريق تدقيق ممكن الشخص يعني الصراحة دايما لازم يطلع معه جواب صحيح يعني شو سبب نهاية بشر يعني جزء يغلط جزء ما يشوف الرقم جزء ما ينتبه كون ضغط على زر غلط بالذات في الأمور الحسابية ما بره إذا شفتوا بالصينيين هدولي وقت اللي بيطلعوا على اليوتيوب بيعملوا هيك أصابعهم من كتر مالة سريعة يعني الواحد ما بيلحق بيشوفه شعب يكتب فهذا كيفينه يشتقى المحلل إذا هيك طلع عنده غلط شغلة التدقيق هنن اللي يدقق عليها ويش اسمه ويبعتوا النتيجة الصحيحة بالنهاية فجباري حتى بالتحليل بعد ما ياخد الإنذار واحد يحسن من خبرته أكتر بيصير بيانتبه أكثر ما فيش اسمه طارد يعني حتى إلا زي ارتكب غلط كبير يعني هاي بالنسبة للشركات طيب قلتلي كمان إنه شو هي البرامج اللي بيستخدموها الشغلات طيب في عدد برامج ما بل لك ما فيه في عنا حتى أحد البرامج الموجودة في تركيا مثلا أو في سوريا هلا بتركيا في عندهم ميكرو تمام؟ أكيد لازم تعرفوا يعني مشهور كتير وأقوى ببرنامج حساب في هاي ميكرو محاسبة برنامج ميكرو برنامج محاسبة ما فيه يشوفه أنا للصورة بدي صورة نفتحه كما شايفين طلعوا كله بيتم دوفيس جنسي بير إكي كود ارتكالي أنا جارو كودو تمسلجي كودو جرب كودو سقطور كودو بلغة كودو كل شي بيانات موجودة بكتبوها وبعدين هالشغلات ايميل ادرس بعدين هون بلشت محاسبة كودو تمسيل جي فاتورة ادرسنو بسجل فاتورة كل ياتو هون والتبطن بطول كان دي مسجل الوان اليك عفقر ما كان بينهون انا البرنامج كان عندي هو ما نبالاش منصاري صرفي مراتاني كودو مشتور معن شيوم ازاي بحاول جيب كود يعني البابر دي رقم بس عن طريق الاملية الحسابية ما فيه مشكل ما بينشروك شاء الله تعبنت شام ما العالم تشوف الطريق تعمل البرنامج المهم انه البرنامج كبير بيستخدمه هذا البرنامج مثلا هلا بسوريا شو عنا برامج الحساب برنامج عنا بسوريا اسمه الامين اذا بتعرفو مشهور كتير كمان بسوريا برنامج الامين للمحاسبين يعني بيستخدم بالشركات بيحسب لك الارباع بيحسب لك الضرائب بيحسب لك المصاريف كل شي بيقسمه حتى هيك على مربع اذا بدك على دائرة بيعمل هيك انه هذا هيك وهذا هيك وهي اصرافنا هيك وهي ارباحنا هيك وهذا الرأس المال مثلا يعني هيك يعملها احصائيات ايوان احصائيات يطلع كل شي احصائيات هذا هو تحليل البيانات النظامية يعني تبع الشركات ولا هاي فهون كمان مثل ما قالت انه لازم الواحي يكون عنده مؤهل علمي انه الصراحة يعني فيه فرع كامل عن المحاسبة يعني شفت انا احد اصدقاء بيقال لي انه بدي درس محاسبة بعد ما رحت عالجامعة شفت وابدرس شفت البرنامج تبعه وقلت الحمد لله اني دارس برمجة يعني وقال لي وجعت راس يعني كلها ارقام واني اذا صار غلط الواحد يعني الشركات الصغيرة بتقلع ثورا بيساوي غلط اما الشركات الكبيرة ما يعني اذا صار غلط برجع بيخلوه يحسبهم بس ما بيهلو يعني الصغار بيخافوا لانه بيقول لك انه انا ما ما بخاطر يعني بيجيب وحي احسن هلا خلصنا من البرامج الجاهزة اللي عاملتهم العالم طبعا العالم عاملتهم بلغوات برمج جينا على شي ال SQL SQL وال MySQL اللي زاتا اي لعب استخدنا هلا MySQL SQL والMySQL قواعد بيانات ولكن قواعد بيانات هاي علما انه هي بس مجرد قاعد بيانات بتسجل بيانات الا انه هي فينك تعتبرها كتاب رياضيات عن جد كتاب رياضيات والمعادلات موجودة فيه والنتيجة فيه وفيه كل شي السؤال والجواب فيه يعني كل هالشي بيصير عن طريق product مثلا خلينا اعطيكم مثال W3 schools MySQL Playground هاي MySQL هاي SQL عفوا SQL Playground مو مشكلة بتصير هلا ليكم فيه هون عدة جداوة مكتوب هون تفاصيل المبيعات المبيعات النتائج عفوا المنتجات المزودين عفوا هاي المزودين وهاي الشي برس اللي جماعة الكارغ والبنقل يعني customers زبائن والكاتيجوريز الأصناف employees الموظفين هلا فرض انا رحت على orders تمام orders ما فيه سعر منروع على order details quantity هلا منلاقي هون انه نحنا حطين عنا رقم المنتج ورقم الطلبية والعدد فهذا المنتج الرقم 11 انطلب منه 12 واحدة من قبل هاي الطلب الطلب هاد له رقم اذا رحنا على orders منلاقي انه هاي الارقم ها هي الشخص اللي زبون رقمه 90 والمظف رقمه 5 اللي باع هاي الشبر هي شركة الكارغ منسه اللي رح تبعت الشغلة وتاريخ الشراء وهون احنا فينا نعمل عملية اه نشوف قديش باعنا منتجات select all select اصلا رجع لهاي select count quantity مثلا select count all تمام from order details خلينا نشوف هلا خلينا اول شي نحسب هيك شغلناها لانه جاي لعننا خمسمية وطمانتعش طلبية خمسمية وطمانتعشر منتج عم نبيع منه نحنا بايعين منه طيب خمسمية وطمانتعش منتج نحزف هاي نعمل run نعمل تحديث نيجي لهون مرة تانية على order details هدول ايه الخمسمية وطمانتعشر منتج عالم مشترين تمام بقى كم واحد قديش عدد المنتج المشترين وما عدده هده كلاتهم بكتب كمان عدد المنتج طيب خلينا نعمل count بس شو quantity هالمرة quantity عفوا sum sum شو يعني يعني جمع طبعا ما ملتُ بpeesبرل ما عيد طبعا نعمل أنا بالجدول الغلط لازم نضغط على الجدول هون order details هلا بنجي لهون و بنعمل هيك run SQL من لاقي إنه بعنا 10743 قطعة ليش ليش طلع هالعدد هيك لأنه هون هاي عملنا جمع لجميع القطعة اللي بعناها كاتبين هون quantity 12 10 المنتج رقم 11 بيعين منه 12 قطعة المنتج رقم 42 بيعين منه 10 قطعة فهون شو حللت أنا حللت بيانات قديش بعت أنا قطع هالشهر مثلا فين نقول هالشهر فين نقول بالكامل هلا هيك عم نحسبنا هلا بالكامل قديش إذا نحسب بالشهر نحط هون شرط و نكتب إنه قبل 30 يوم من شغلها الليك من لاقي إنه 12743 قطعة بيعين بالتمام في أي سؤال على طريقة التحليل والشغلات هاي شلون بيستخدموه في الSQL يعني ها هي طريقة استخدامها في الSQL لتحليل البيانات هدو راح نتعلمهم كلهم طبعا يا محمد بس عندي سؤال فقط في طريقة تحليل بيانات اي طبعا مثلا في يعني في الداتابيس يعني تبعا المعلومات هذون في يعني تختلف طريقة تحليل مثلا بين MySQL و MySQL ومثلا في طريقة تختلف او عندهم نفس الفوروم يعني بتختلف اي نعم بس مو دائما هل لازم النوت جي اس النوت جي اس ما أنا قاعدة بيانات المونجو دي بي اللي يستخدموا معاها واشغلات اي عبارة عن قاعدة بيانات واغلبها شبيهات في هاي الصراحة يعني ما بلات انه ما نشبها شبيهات فينك تقول مثلهم عالتمام يعني حتى ال MySQL مثل هاي عالتمام بس في بعض الاوقات ال MySQL والSQL بما انه SQL من Microsoft والMySQL هي من Oracle من جماعة البي اتش بي نفسهم هدول اللي صمموا البي اتش بي هنه نعملوا ال MySQL فالPHP عفوا ال MySQL ما بها الطريقة تنكتب هاي هي طريقة اصلي ما بتنكتب هاي بس هلأ صار فينك تكتب هاي صار فينك تكتب حتى مثل SQL عادية وبعدين جميع قواعد البيانات جميع البرامج جميع هاي الشغلات اللي بتحتوى على SQL صاروا يعملوا الاكواد مثل بعضها وحدوهم للاكواد الا في بعض الناشئات جدد يعني مثل قواعد بيانات جوجل Firebase ودول هدول هدول لسه شوي يعني مبعدين عن هالامور كاملا يعني ما مستخدينها ما مستخدين الاكواد حتى يعني فقط القدامة يعني واللي كبار هلا حاليا صاروا في السوق نستخدمينه في حد عنده سؤال ثاني ناخد استراحة عشر داعي ونرجع يعني إن شاء الله إن شاء الله طيب إذا ما في سؤال مشا نوقف ونرجع بعد عشر داعي إن شاء الله يعني على الاربع وسبطعش داقائق طيب السلام عليكم بل كل هول لا ملتق قصاي عبدالله قصاي ورامة ألا برجع رجعت رامة ضل عبدالله طيب هلا بالنسبة ل المحلل بياني بشكل عام يعني إذا حدى حب منكم يصير محلل بياني طبعا هدى الشي ما مستحيل يعني شي طبيعي ولازم يعني بالنسبة لكل مبرمج يعني التحليل البياني ذاتها بشكل عام يعني لازم نكون شخص قوي ملاحظة من بياناتنا يعني كل آياتنا لازم نكون قوي ملاحظة نتفادى الأخطاء بالزات في البرمجة لأنه الشغلة الحلوة فقط في التحليل البياني البرمجي وهي إنه وقت بتكتب الكود تبع التحليل البياني بتكتبه بطريقة صحيحة لمرة واحدة فقط وبعدين بيضل بيشتغل بشكل صحيح دائما بدون ما ترجع تكتبه مرة تانية فهذا اليوم كتبته أنا باليسكويل بهاي الجدوى وطلعت نتائج أنا من شوي مجرد ما تعملوا مثلا أنتوا موقع وتحطوا فيه هاي الكود هاد مثلا وسابت معد حدا يغيره محدا يلعب فيه نهائيا يغير فيه ولو حرف بسيط لح تلاحظوا أنه كل شغلكون رح يصير فيه ثقة ليش؟ لأنه خلص أنت الشيء اللي عملته بالأصل صحيح كان وشو الرقم اللي رح يطلع؟ رح يطلع دائما صحيح ولو كان له ألف فاصلة ألف رقم بعد الفاصلة هذا لأنه منحسب بطريقة منطقية من قبل جهاز الكمبيوتر هاي أول شغلة مثل ما أنا ملاحظة دقيق وما عنده نهائيا أي مشاكل في التركيز على هالشغلات الشغلة الثانية لازم يكون واحد ما يكون نهائيا عنده حقة اتجاه أي شخص إن كانت شركة إن كانت رجل أعمال شخص ثاني المهم أنه المحل البياني ما لازم يكون متخص صف أي حدا على الإطلاق أبدا لازم دائما ياخد الصف البنص الصحيح إن كان الخطأ رح يفيده وإن كان ما رح يفيده دائما محل البياني دائما لازم يكون متخذ الطريق الصحيح وإذا اتخذ الطريق الغلط ما بس بيخرب طريقته في الحياة يعني بيخرب طريقة غيره ليش لأنه خبرته رح تنتقل لشخص ثاني بالنهاية بجوز أن تكتب هلأ كود يكون خاطئ وتعطيه إلى أي شركة وتقول لهم هذا بيحسب لكم ميزانية وأرباح وهيك يعني ويطلع خاطئ مثلا يعني نصر بفرضا ويطلع خاطئ هذا الكود وإنت نشره عن نت والعالم صار تستخدمه كله أجأ واحد قال بدي أعمل مثل هذا فصار يعمله هو ويعمل هيك مثلا الطريقة الصحيحة مثلا لأعطي مثال رسمي يعني رسم أنت عندك النتيجة بتطلع ثلاثة ثلاثة بس حطيت مئة ألف تمام؟ طلعت النتيجة ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين على أحد عمليات الحسابية تمام؟ ولكن هي الصحيحة هاي غلط ولكن أنت الهلأ حاطة إنه صحيحة هاي خاطئة أما مثلا الشخص البدي يجي مثلا الجواب الصحيح طبعه جوز يكون أربعمية مو ثلاثمئة وثلاثة وثلاثمئة أما إذا إجاء واحد تاني لسه ما عنده خبرة في هالموضوع وأخذك كمثال للنجاح والشغلات هاي يعني بجوز يشوفك أنه أنت قدوة فبيقول أنه أنت شغلك صح وجميل جدا يعني فشو رح يسوي والصراحة هي مو بس أي شخص حتى أنا ببعض الأوقات وقت اللي بيقولوا لي أنه أعمل شغلة مثل هذا الموقع بدنا يعمل موقع أو شي شو بسوي بروح أول شي بشوف شو النتيجة هم تطلع عندهم وبعملها مثلهم بعدين برو بحسب أنا بشوف زكاة الصناعية شو طريقة الحساب الصحيحة لهذه العملية لقيت أنه في عندهم غلط هنين هنين طلع عندهم غلط اللي أنا كتعم بيستخدم عندهم رحت عملت أنا تبيتي الصحيحة ونشرتها فهون المشكلة بتصير المشكلة أنه إذا شخص ما فكر أنه يتأكد من العملية الحسابية مثل ما أنا فكرت أتأكد بشو زي يجي يعمل كمان مئة ألف يعمل عملية حسابية مئة ألف ويحسبها تطلع ثلاثمية ثلاثة وثلاثين فشو بيصير هون انتقل الخطأ بين العالم كلها والعالم صار تتخزر الخطأ هذا إنه صحية فشو صار هنا هون هاد الخطأ هاد سبب دمار في شخصية المحل البياني ما لازم تكون هذا موجود هذا الخطأ نهائيا وإذا كان موجود لا يصلح يكون المحل البياني نهائيا ما لازم نفس الشيء للمبرمج المبرمج ما لازم تكون عنده هك خطأ أبدا لازم قبل ما تعملوا مثلا أي عملية تتأكدوا مننا إذا طلعت صحيحة خلص إذا ما طلعت صحيحة منصحها أنا طلعت صحيحة معي طلعت معي غضط طبعا قبل ما أنشره صح حتى لأنه دائما بخاف بالشغلات الرياضية صراحة يكون في خطأ مشان شو مشان أنا ما أخسر مصداقية عملي ما أخسر نهائيا سقط حدا في شغلي لأنه رح يكتشفوا كان هلا ولا بعد إذا كان في خطأ هاي الشغلة الثانية الشغلة الثالثة يعني لازم يكون واحد يسمع يعني لازم ما يكون أنه عنده النفسي اللي بتخلي العالم مثلا أنه تقول له لا في عندك غلط ما لازم يكون هيك لا لازم خلص إذا قال لك حدا عندك غلط بتقول له كيف بيقل لك أنه أنا حسبته طلعت هيك ولو طلع الشخص اللي بيقل لك أنه خاطئ بجزء قل لك أنت بجزء تطلع معك أربعمية وتكون صحيحة تمام إذا أجألك حدا لا هي ثلاثمية وثلاثة وثلاثين حسبت وطعت ثلاثمية وثلاثين كيف طلعت معك أربعمية أنت عندك في خطأ بالحسابات فأنت شو لازم نسوي ما لازم نهائيا لا تحقق على هالشخص ولازم ما تقول له شي خلاص تقول له تمام أنا هلا برجع بتأكده شو طورا تروح ترجع لازم نتأكد الواحد مرة ثانية إذا طلع مرة ثانية حساب صحيح أربعمية مرة ثانية لازم روح تنسأل شخص تاني ذو خبرة ثانية يعني كما إذا طلع معه أربعمية خلاص هذا افتراءه كذب أو بجزء وغلطان يعني عنده خطأ في حسابه بجزء ما فهمه من آلية العمل فهيك لازم تكون شخصية محل البياني يعني النهاية كمان هلا الشغلة الثالثة كمان لازم يكون محل البياني شخص يستمع له له يعني يعني إذا قال اعمله هيك مثلا لازم يقدم أفكار وياخد أفكار يعني فأنا إذا قلت لك هلا إنه إذا أنت كنت رئيسي في العمل وأنا عم بقل لك إنه إذا عملنا هيك نحنا بتنط هاي الأربعمية بتصير أربعمية وخمسين في الشهر بدل أربعمية إذا قال هيك المحل البياني لازم الواحي فورا يسمع له فورا ولو كان خاطئ لازم يسمع له السبب هو إنه بعد عمليات حسابية بجوز عملها كتير طلع معه إنه فينا نربح أربعمية وخمسين بدل أربعمية وأغلب الأوقات إذا كان خبير وفهمان بيكون حكيه صحيح نفس الشي هلا في اليوتيوب بيجيك أنت بتوظف محاسب بتقول له إنه أو مسوق إعلاني بيقول لك إنه لازم ننشر على اليوتيوب نحنا إعلانات بتقول له أنت إليش بس مصاري بنا نحطه هيك بيقول لك بس إذا حطينا أربعمية هلا بس إعلانات بجوز الشهر بعده بدل ما ناخد أربعمية وخمسين في الشهر بصير يصير ناخد تمانمية بجوز إذا يجينا زباين كتير يعني أنا حاسبة بيقول لك ونسبة الاهتمام بجوز تكون خيوم نحسبها ثلاثمية ثلاثين بالمية نسبة الاهتمام إذا ثلاثين بالمية حسبها طلعت مثلا ستمية واربعين جوز تطلع معه هيك شي تقريبا جوز تطلع معه خمسمية وستين يعني إذا كانت نسبة الاهتمام خمسين بالمية بيطلع معه لحساب ذاته 900 فدائما لازم المحل البياني يكون عنده أفكار ويقبل أفكار يعني ولازم الأشخاص اللي عم بيشتغلوا معه يسمعوا له لأنه ما عم بيحكي عن عبث يعني بيكون هو عامل لها عملية حسابية ودارسها قبل ما يشتغل يخبر عليها يعني هلأ بالنسبة للمحل البياني الشغلات اللي لازمته أكيد بالتأكيد أول شي لازم تكون عنده علم بالبرمجة بالنظوم البرمجة يعني لازم تكون عنده علم بالبرمجة عالتمام بس مو أي برمجة يعني ما برور تكون برمجة البي اتش بي والمواقع والطبقات الاندروز لا لازم تكون عنده علم بالبرمجة الرياضية ففي برمجات رياضية حتى إذا بتكون تشوفوها جوجل كود كومبيتيشن هاي عبارة عن مسابقات لبرمجة برمجة الرياضية بيعطوك كود تمام نشوف شو يصور اذا في صور كود example هلا مثلا هاد هاد مشهور هذا الشاب تمام هاد ربح في 2020 في البرمجة الرياضية اذا نلاحظين شغلة هون هاد فيننا نعتبره محل البياني شوفوا شو استخدم استخدم عدة دالات استخدم عدة شغلات بس يبلس بلس هاي سيبلس بلس اجعب يعمل عمل الحل فهمشون اسمه حل عملية اسمه حل يعني حل المعادلة كزا دخل هدولة المدخلات وهيك شو طلع اخر شي بتطلع هيك بحسب النتيجة وبيطلع هذا اسمه تحليل بيان لازم يكون على علم بهالشغلات هاي المحل البياني اذا ما كان عنده علم بهالشغلات اقل شي لازم يكون يعرف آلية عمل او المعادلة هاي سبعية الكود يعني معادلة اقل شي يكون فهمان برياضيات اكتر شي هاي بالنسبة لازم يكون شو هي صفاته يعني الشغلة التانية لازم يكون عنده خبرة نظام تشغيل يعني مثلا في ال céme windows ان كان windows لازم يكون عنده خبرة فيه ان كان لينوكس لازم يكون عنده خبرة فيه كان ابونتو شو مكان لازم يكون عنده خبرة فيه خبرة فيه يعني بأي بيئة تنفرض عليه لازم يتعايش معها الآن مثلا في شركات بتقولك أنه أنا ما بيستخدم نهائيا الويندوز تبتجي تستخدم اللينوكس لتعمل حساب العمليات والشغلات ليش لأنه نحن منستخدم برنامج حسابي بس على اللينوكس مع أنه هذا شبه قليل ما أنا موجوده كثير ولكن الجزء تنفرض عليك فشو راح تسوي أنت راح تكون دايما لازم تكون مجهز حالك لتعرف البيئة تبعية اللينوكس تكون جاهز تشتغل عليها يعني ما تواجهها أي مشكلة وما تطلب حتى أي مساعدة ما نغلط طلب المساعدة طبعا ما نغلط العكس شي مفيد جدا جدا والوهل لازم يفتخر فيه أنه وقت اللي بيغلط لازم يطلب مساعدة هاي بالنسبة للأقل أنظمة التشغيل يعني تطبيقات المحاسبة كمان يعني أمين ميكرو إذا ما كنت تعرف عليهم وما عندك يهون أقل شي فتاح على اليوتيوب تفرج لك كم مقطع شوف كيف ها بيستخدموهم إذا ما قبرت ما لقيت على اليوتيوب رو على شي أقرب جامعة عندك ذاتا جامعات مفتوحة بوابة لأي شخص فينه يجي الفيئة فينه يجي هاي تقعد معه إذا عندك صاحب محاسب تقعد معه تشوف شو عب يسوي شو عب يشتغل هيك وبتروع بيتك هيك طبعا ما بتقعد بالدرس يعني بتقعد معه في باللاب بالمختبر تبع التمبيوترات تقعد معه وتتفرج هلأ أنا هيك تسوي بالصراحة أقعد معه رفقاتي وشوف يعني شو عب يشتغلوا يعني الشغلات التانية لازم تكون أكيد مؤكيد أو الشبه متخرج من كليات هندسة ليش؟ لأنه في كليات هندسة وقت لعب يدرسوهم بالهندسة عم بيعطوهم كل الشغلات اللازمة ليشتغل بهاي الشغلة عنده القدرة يعني إذا ما عنده يعني يكون فهمان بالعلوم الرياضية مثلا أو بإدارة أعمال أو هاي شغلة هاي شغلة تمدير الأعمال ذاتا يعني محل البيانات نفس الوقت يعني هلا مثلا كخبرة أو شغلات هاي إذا كان عنده إدارة أعمال أو هاي لازم تكون عنده أكيد خبرة في إدارة أعمال الشركات يعني سابقا إذا ما عنده لازم يتعلم يعني ولو بلاش يراقب شخص تاني معه حتى يتعلم منه ولازم يكون بيعرف التخطيط أكيد التخطيط مو تخطيط الرسم تخطيط هذا البياني تبع الشركات مثلا بيجي بيعمل لك هيك تخطيط هيك مخطط بياني يشرح فيه ديش هيك هاي في حد دارس منكم رياضيات أو حد معهد جامعة درسين رياضيات بس يعني شو رياضيات تقصد فيها فرع رياضيات يعني في حد دارس فرع رياضيات أو أو آخذ يعني رياضيات كمادة رئيسية يعني هي مادة رئيسية تأخذها في الثانوي أو لا طبعات السنوي ما بيعطوها الشغلات هي ما موجودة فيها يعني ما موجودة غير في كليات الهندسة وفي إدارة الأعمال فقط هاي الشغلة على فكرة المزعجة شوي يعني كليات الهندسة وإدارة الأعمال وفي معاهد المحاسبة الرياضيات المعلم الرياضيات هؤلاء يعني مهم إنه اللي دارس الرياضيات أكيد لازم كون بيعرف يشتغل بالتحليل بياني بدون أي مشكلة على فكرة مهندس الرياضيات مدرس الرياضيات اتنين هاتون هدول فينه نشتغلوا كمحلبة يعني في واستراتيجي يعني في شركات يعني النهاية عندون القدرة يعني هلا هلا بالنسبة ل نظم المعلومات ولكن مو العادية هالمرة الإدارية إداريا نحن نحن عنا بالنظام الإداري يعني في شيء مثل اسمها لجنة لجنة تنسيق تمام بتنسق يعني أمور الشركة شو لازم نصرف شو لازم نحطه هيك فهون نحن عنا في شيء اسمه دعم قرار هذا دعم القرار يعني من أهم الشغلات في الشركة يعني واللي بياخده دعم اسمه المدير تنفيذي كان رئيس الشركة أو مدير ولكن دعم القرار مثل ما بتشوفوا أحيانا بيجوز بالمسلسلات بالأفلام بيقعدوا كلهم حوالين طاولة كبيرة واللي بوافق على القرار بيرفع إيده يعني بيجوز يغيروا المدير تبع الشركة أو شيء دائما هذا الدعم القرار فهون شو هاي عبارة عن بيانات بالنهاية عم نحكي ليش لأنه الزلمة صاحب الشركة بيكون أو مدير الشركة اللي بده يتغير عنده معرفة بيكون سابقا صار له مثلا ست سبع سنين فهذا شو يعتبر عنه يعتبر أنه مثل سجل للبيانات هذا الزلمة عنده بيانات كتيرة في دماغه بيعرف يشتغل هالشغلة مضبوط شاطر بهالشغلة بس صارت مشكلة مثلا بجوز أو كبر أو مرض هيك فهون عندنا نحنا اسمه نظام دعم القرار نظام دعم القرار مو موجود فقط في الشغلات المادية اللي هون نحن عم نعيشها أو كشركات لا نظام دعم القرار موجود كمان في لغات البرمجة والتكنولوجيا وأول واحد منهم هو الشروط اللي بتحقق في لغات البرمجة هلا مثلا نحن من شوي شو قلنا ان R1 و R11 ما صح؟ فهون شو نحن حطين حطين قرار تمام؟ هذا القرار إذا R1 مثلا وال R11 تمام؟ هاي ال R1 وهي ال R11 والباقيات إذا موجودات شو القرار هاد؟ قرار أنه ينسحب 9 ليرات أو 15 ليرة من الكرت فهذا القرار ندعم بمجرد ما توافقت الشروط إذا ما كان ندعم ذاتنا هذا يعني النظام الإداري هون هيك يعني فهي اسمنا نظام معلومات إدارية يعني نهاية فخلص هذا القرار إذا ندعم من قبل هدول الشروط واللي هنن يعتبره كالأشخاص اللي قاعدين حوالين الطاولة في الشركة إذن القرار ندعم وهيك تحققت عنا اللي هي نظام إدارة معلومات يعني المعلومات إدارية يعني وإلا بدون هذا الشغلة فقط من جرد ما تحط الكرت يقطش مصاري هيك ما بيعرف مين الشخص اللي قطع المصاري اللي أخذ مصاري من الكرت وما بيعرف لوين وقديش وكيف يعني لازم دائما يكون في عنا النظام نحنا ليدعم القرار في السيستم وهذا أكيد الشيء رح ناخده كمان في البرمجة واللي هي ال-if وال-else كمان و-else أخطأت else if else if if إذا else إذا لم يكن else if إذا لم يكن had استخدم had وإذا لم يكن had استخدم عفوا إذا لم يكن had استخدم had هاي شرط إضافي بين هدول التنتين فأنا إذا قالت إنه إذا كان if 1 تساوي 1 ادعم القرار إذا ما كانت تساوي مثلا بيروح على else بشغل الكود الفقلب أما إذا مثلا حطيت else if ما رجع مكتوب الغلاث else if بين ال-if وبين else هون شو بيسوي أنا بدي يرجع أقول له هون إذا كانت الواحد تساوي 2 بدأ الرأي اللي كما غلطون طبعا بالنهاية يعني رح ينتقل لأ وين ينتقل يشغل هذا الكود الأخير رح نتعم غفيون زياد إن شاء قريبا ولكن ولكن عطيت فقط مجرد مثال هل في عنا تفاعل مع البيانات التفاعل مع البيانات سو رح يكون أول شي نحن في الشركة أو إن كان في الكمبيوتر دائما الكمبيوتر رح يحل البيانات يعطيك يهون ويورجيك يهون نصح ما يخليون لنفسه شي يعني هل إذا خل الكمبيوتر المعلومات لنفسه والبيانات كمان إذا المحلل البياني عمل البيانات وحللها وما عطاها لغيره ما استفدنا من التحليل البياني كله يعني بالنهاية هذا اسمه نظام إداري بالكمبيوتر نظام الإداري خلص بيحلل لك البيانات وبيعطيك إياها مشان شو مشان تتفاعل معها أنت بتتفاعل معها الموظفين بتتفاعلوا معها المدير التسويق طريق كل شي كل شي في الشركة بتفاعل مع البيانات اللي عم تجي فرضا أنت عم تسويق لغرض عامل جديد طيب أنت طلعت بالبيانات أنه عندك خسارة فادحة في هالموضوع هذا كتير صارت مثلا نزل موبايل من سامسونج هالموبايل ما نجح كتير شو سووا وقفوا تصنيعه فورا ديش أنه شافوا البيانات تبعوته وتفاعلوا معه فورا وتفاعل السوء معه كمان بما أنه فشل الجهاز لغوا فورا لأنه شافوا خلاص تحليل البيانات بيقول أنه إذا أسم نتابعه ونداوم على صناعته لهذا الجهاز وبيعه رح نخسر أكثر من أنه نربح مو بس بجز بجز نربح بس بدل ما نربح 200 رح نربح بجز 20 أو 50 ما لنا صنع قرارات والشغال هلأ حتى المستخدم لازم يكون عنده علم جميع البيانات إذا لاحظت آيفون سيدينغز مثلا نطلعه نشوفه هلأ كابين نحن هلأ هون نحن عم نحكي على الشرق المستخدم مثلا نحن نشارك المستخدم يعني الشخص اللي يشتري مننا عم نورجي كمان البيانات تبعيتنا شو السبب طيب السبب هون هلأ إذا شايفين آيفون كاتبين ما هو أكثر آيفون مباع في العالم كاتبين آيفون ستة طيب هذا بشو رح يفيد هذا هن النشرين المعلومة عفكرا يعني بس شركات تانية ومواقع تانية ياخدينا ونشرين مرة تانية يكونوا مغردين على التويتر أو شي آيفون ستة طيب هذا بشو بيفيد بيفيق بعملية التسويق أنت أشركت المستخدم هلأ في عملي في بيانات شركتك وهذا الشيء بدل ما يكون سيء للبعض يكون جيد جدا لبعض الناس التانين يعني هلأ مثلا إذا أنت عملت شركة ما بتحب تأفحص ما بتحب تأفصح عن المكاسب تبعيتك ومصاريف تبعيتك إلا للدولة بجوز مشان ضرائب وإن شاء الله ولكن مثلا شخص عادي مثلي ومثل الطلاب تانين مثلا بتجي بتقول له مثلا والله قديش مبيعاتك بيقول لك ما الله بيرزق يعني هاي بجوز فهون الشركات بدلا ما يستخدموا طريقة أنه خبي مبيعاتنا وشو مباع وأكتر شي مباع بالعكس أظهروه 222 مليون فاصلة 400 ألف هذا العدد بيورجي للعالم أنه يا ناس اشتعوا شوفوا هذا الايفون 6 منباع 220 مليون مرة شو يعني يعني أنه هذا الجهاز كتير كويس كتير لقميزات يعني العالم اشتريته كتير أكيد لأنه عجبة يعني مستحيل يكونوا مشترينه إذا ما كان عاجبهم يعني 222 مليون مو رقم قليل يعني بالنهاية فإذا شاف حدا هيك رح يقول والله ظهر الجهاز هذا قوي كويس يعني فهيك هون صار بالنظام الإداري تبع الشركة كسبوا شغله طريقة للتسويق طريقة التسويق لمنتجهم بدون ما يسويوا شي حتى جرد نشر بعض الكلمات ورقم من التحليل البياني اللي عندهم هيك صار عندهم بيكون زادلو شاد أربعة خمس ملايين زبون ثانين يعني أنا بعد ما شفت هذا الرقم عم بقول عجب شو هذا الآيفون ستة فيه معقول يا ده الدرجة هاي كويس حتى مشتري 222 مليون شخص أكيد لازم يكون عم فكر اشتري مثلا واحد منه يعني بجرب شوف ميزاته شوف 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 الخدمات اللي بيقدمها لحتى العالم مشتريته يعني هلأ نشوف قواعد بيانات هلأ في عنا شغلة في عالم تستخدم القواعد البيانات وما بتحلل البيانات فيها ولكن بتسجل فقط في القاعدة نفسها بتسجل البيانات فقط مؤقتا في قاعدة البيانات تبعيتها وبتنشر للناس لنعطي مثال على هذا الشي وشو فائدته يعني مثلا هلأ cloud convert مثلا مثلا أنا بتستخدم هذا الموقع لحول من ال png لل web p والي هي صيغة صور يعني نوع من الصور تحوله من ال png لل web p ال web p هي عبارة عن صيغة صور خفيفة يعني بتضل بدقة العالي الصورة ولكن بتخف إذا صورة ال png بتكون حجمة 8 ميجا على ال web p بيصير حجمة 40 كيلو بايت وبتضل بدقة نفسها بدون ما يتغير أي شي فينك تضغر الدقة بتخف بتخف أكتر وهيك يعني هلأ إذا جينا نزل إلى تحت هذا بتوقع مو الموقع فكرة اي او png توبي اي او ها إذا لاحظتوا هلأ نحنا شو قلنا من شو قلنا أنه في بعض الناس بتستخدم قواعد البيانات لشو فقط لتشارك المعلومات مع الأشخاص أو زبائنها هلأ إذا دخلنا على هذا الموقع شو كاتب عنا كاتب تم تحويل مليارين ملف تمام 350 مليون ملف مليارين 350 مليون و500 تم تحويل ملفات بهالعدد هات طيب كم جيجا بايت تنقل الترافيك يعني كم جيجا بايت كم الحجم صوار ملفات بالكامل تنقلت بين السيرفر وبين المستخدم هات 340 تيرابايت فاصلة 527 هاي طريقة كمان شو أهميت حدا بيعرف شو أهميت هاي الشغلة وليش حاطينه هون شو الفائدة منا ليش ليوجعوا راسهم والله يحطوها عندهم في الفوتر هون في سبب لهالشي رأيكم نكسب ثقة الزبون جديد نظبط ثقة اللزبون إذا دخل شخص وشاف أنه عندهم مليارين تحويل بالملفات حاولين صيغ مليارين مرة يا أنا الصراحة وقت مثلا قلت أكيد هنا موقع موسوق ما رح يستخدم أو باستخدام الصورة تبعيتي اللي عم برفع أنا لأنه بالنهاية إذا كترفع الصورة بعدين بيحاولوها برجع بينزيجو فأنا وقت اللي بشوف هذا الرقم بقول أكيد هذا موسوق لأنه العالم مليارين شخص مرة مستخدم يعني فشي طبيعي حتى فيه يعني فيني أنا مسلا هلأ عمل محول الصور الخاص فيني وهذا الشي رح عمل بعد كم من هون شو الله لأنه هدول مدفوعات يعني بتحول خمسة بعدين بدو يطلب منك تستنى يوم كامل 24 ساعة فالواحي لازم كمان يشوف هيك الشغلات ويدعم حاله بحاله يعني مشان ما يروح يحط يدفع 10 دولار إلى 20 دولار كرمال شغلة فينه ويعمل ها بنص ساعة هاي بالنسبة لأ الأرقام في القواعد البيانات الغير مستخدمة بالتحليل البياني هلأ شو سبب استخدام قواعد البيانات في تكنولوجيا المعلومات عنها نحن أنظمة المعلومات بشكل عام شو سبب استخدام في قواعد البيانات في حدا عنده فكرة ليش تستخدم البيانات على الكمبيوتر صارت ومع ذا بتستخدم على الورق يمكن سرعة العمل سرعة النتيجة بصير كمان سهولة الوصول مزبوط هلأ في عنا عدة عوامل صراحة أول شي عنا هو عدم تكرار البيانات اللي أنا مثلا كتبت على الورقة اسمي تمام رجعت طلعت على الورقة التانية رجعت كاتب اسمي مرة ثانية أنا شو شو صار هون تكررت البيانات مرتين أنا هذا الشي من ولا مصلحتي ليش لأنه فرضا أنا عم بعطي للشخص أو للشركة تبعيتي مثلا عندي مثلا 400 موظف هدول كل شهر بدي تفاعلهم 10 20 ألف فرضا أنا حاطت شخص منهم مرة ثانية شو صار هيك دفعت له 40 ألف هذا الشخص بشكل غير عادل يعني لا لأ له عادل ولا لأ لي عادل ليش لأنه أول شي بالنسبة له ما عادل لأنه الأشخاص التانية يأخذ 20 ألف وهو أخذ 40 ألف في هالطريقة فهذا الشي ما نعادل للموظفين وبالنهاية ما نعادل لرئيس العمل صاحب العمل لأنه راحت منه 20 ألف بدون ما يأخذ مستحقاته منه يعني ما أخذ إجرى تعب لهذا الشخص نهائيا يعني أخذ بلا شي فهاي بتفيد الكمبيوتر وقواعد البيانات هاي رح نستخدم إن شاء الله قريبا بتفيد عدم تكرار البيانات نهائيا وفي طريقة على فكرة يعني هو جهوات لقاعدت البيانات تعمل لفحص إذا البيانات اللي تم إدخالها سابقة أن تكررت مرة تانية ما يدخل مرة تانية يعني إذا دخلت أنا اسمي مرة واحدة جيت لدخله مرة تانية بيكتب لك هذا الاسم موجود شلوم من وقت بتعمله حساب على الفيسبوك بيقول لك إن هذا الإيميل مستخدم من قبل ها هي فأدت إنه عدم تكرار البيانات هلأ الشغلة التانية في شي مو مفهوم بتكن تسألوا عليه إذا في شي مو مفهوم اسألوني عليها لمشا نجاوب عليها قبل ما انتقل الفقرة التانية لا قامها فيه طيب فأسألوا يعني إذا فيه سؤال سألوا لأنه هون يعني بالنهاية ما حدا غريب يعني خلص هنا استاذ وطالب إذا فيه أي سؤال أي شي مستصعبين أو أي شي مو مفهوم السؤال ونحل إن شاء الله طيب هلأ فيه شغلة عنا تانية بقواعد البيانات بما أنه هلأ الدفتر عنا نحن أو الورقة عنا اللي عم نكتب عليها عم تيجي بهذا الشكل مصح فوقت عم نكتب هون الاسم هون عم نكتب الرقم هون عم نكتب مثلا العنوان عم نكتب خط عم نكتب يكتب عم نكتب عم نكتب عم نكتب عم نكتب هيك. رحت على الموقع الكتروني انت عم تسجل معلومات هدا الشخص. فراح هدا الشخص بما انه شايفك كاتب هيك. شو سوى? راح كتب متلك. عدتبهم. كتب تركية هيك. مصطرة. نزل لتحت مصطرة. وكتب اسم المدينة. ما كتب جنبه. شو صار هيك? ما في تنازق. نهائيا. سبب مشكلة كبيرة. لمين? نسلا ازا اكتبعت غرض. لو هيشوف انه والله في عنا مكتوبة لها تحت هيا. طيب انا هذا مكتوبة لها تحت فروض ما انتبه هدا الشخص على كلمة تركية ما انتبه على كلمة وانت. بدي عارف انه ايه تمام تركية بس وين? ما راح يعرف. فهدا الشي يعني تناسق البيانات. اما ازا كانت قاعدة البيانات نزومية. نلاحظ انه. قلينا حط خط. نلاحظ. نلاحظ انه هلأ قاعدة البيانات هيك شكلها. هيك ما في لا 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 سطر ولا شي. بيجي بيقول لك فورا نكتوب اللي بدك يا نحن منرتب. هيك هاي العنوان هون. وهون الاسم وهون الرقم. فورا انت شو بتكتب? اه بدك تجي كمان اعمل لك هيك انت خلية لك. خلية للرقم الثاني للسطر الثاني. قد ما كبر تتوسع الخلية. ما في شي بيطلع نهائيا لبرا. ولا في شي مسلا ازا عملت استدعاء تلقائي لهاي البيانات الموجودة. ازا عملت استدعاء تلقائي لالون حتى المصدر المحلوطة بيجيبه. ازا ما في انتر ما بيحب انتر. بيجيبه متل ما انت كاتبه على تمام. هاي فأيت قاعدة البيانات. مسلا كتبت هون انا. الاسم هون تمام? وهون الرقم وهون العنوان. جيت عميكتب مثلا حسام. بعدين كتبت الرقم صفر صفر صفر. بعدين أنا العنوان كتبتو 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 وضليت استطفيت سطر تاني وسطر تالت. وغط بدي رجيس حبن شلون بيجيبوا. بيجيبوا هيك. بيجيبوا نظامي. ما بيجيبوا هيك مطفوف سطر تاني والسطر تالت. لا بيجيبوا النظام م assisted ما انت كتبته بياخده. ازا حبت انتر بحب انتر. ازا ما حطيت بيكمل. اذا حطيت اه انتر بالسطر التاني. لا بيحط بالسطر التاني انتر. متل ما كان ده شلو نحفظها انت? بيحفظها هو. بدون اي اقصام. بالنهاية هدول الانتر اه والمصطرة عبارة عن اه حروف مخفيات. نحن حتى المصطرة عبارة عن حرف عفكرة. ولكن ما نمبين. هو فقط النظام بيفهمه. ولكن ازا جيت على المتصفح الا لو ارجيكم مسال بتلاقي انه المصطرة عبارة عن حرف ولكن احنا ما اننا منتبهين عليه نهائيا. ما اننا شايفينه. هلا مسلا عملت هيك انا جوجل دخلت لهون انا بحثت. دي بحث هون على شغلة. مسلا هلو وولد انتر. شو لقينا نحن هون. لقينا انه اجت زائد. تمام? لهون اجت زائد. في بعض الاوقات بتجي. ما بعض ازا موجودة هون لازم تكون. ازا موجودة راح اكتب بالعربي مشان تبين. لانه بالعربي اكتر شي بتبين. يا اما منتبه هون. هلو وولد. هاي متل ما توقعت ما راح تنكتبون. هكتبه بالعربي حسن شي. كتبت بالعربي جابو زائد. طيب بالجوجل جايبينا زائد تمام? هاي بالنسبة لجوجل مسلا. في عنا مسلا اه بالواتس اب. ما بعرض ازا عندي ولا لا? شوفوا اذا انتبهتوا. مثلا عندي انا هلا هاد. اه ما اعرف ازا هاد ولا لا. ايه تمام. من لاي انه هون كمان زائد جاي تمام? ولكن ازا بنسخى تمام? وبحطه مرة تانية. ليكم شو عطاني? عطاني هون اشارة حرف دي واشارة النسبة المئوية. شو السبب? السبب هون انه وقت اللي اجت هاي النسبة المئوية وحرف دي هاي بتعني مصطرة. بعدين اجا خمسة وثمانين. بعدين اه نسبة مئوية تسعة. بعدين مصطرة تانية. هيك المساطر وهالشغلات كلها تقلو نسبة مخفية طبعا. فهاي قاعدة البيانات كمان موجودة. وفقط قاعدة البيانات اللي بتفهمها. هادول كتير ركزوا عليهم لانه هادول الشغلات هلا عم نقولهم راح نستخدهم في لغات البرمجة كلها يعني. هلا شو كمان اه قاعدة البيانات شو فائدة كماني? في حدا سا عنده شي يطرحه? في اسا كم شغل منهم اطرحها ولكن. ازا خطر عباركم الشي يعني? بس استاذ في قاعدة البيانات في قاعدة البيانات احنا بنعرف ان البيانات اختلف يعني. كمي بيانات كتابة بيانات صورة بيديوهات مقالات. نعم. بس مثلا بس المواقع هي او اي موقع او محركات هي لما بتحفظ هاي البيانات هي بتحفظها على شكل يعني كيف البيانات. قاعدة البيانات يعني. هلا في طريقتين للحفظ. في طريقة الاولى واللي هي انك تختار نوع للبيانات وقتك تكتبها. مثلا في نوع بيانات. شو هي انواع البيانات مثلا. في عنا نوع من البيانات النصي. في رقم. في صورة. في هادول باول درس مبارح اخدناهن. البيانات هي صورة. نص. رقم. آآ ورقم فواصل. رقم طبيعي. رقم غير طبيعي. هادول هي الارقام الاعداد الصحيحة. هالشغلات هاي. وفي اصوات كمان. فيديو. يعني. حتى في ماني. افكرة يعني. في نوع بيانات اسمه موني. واللي هو يعني مصاري. يعني بالانجليزي. حاطينه لهذا النوع من البيانات في جميع قواعد البيانات. ليش? مشان يستخدموا العالم ازا طلع الرقم فوق المليارات. مليارين ثلاثة. لانه الانتيجر العادي. العدد الطبيعي العادي. في قواعد البيانات. ما بيتحمل. ما بيشيل لا فواصل. وما بيتحمل اش اسمه. ارقام كتيرة يعني. له حد. اما الموني مصنوعة خصيصا للمال. يعني اذا تحسب اموال او شي. خلاص عندك انت نوع من البيانات اسمه المال. موني. فاذا هذا الرقم بيوصل للتساعات. اذا بتضلع بتعد في يوز. شغلة عشر ساعات ما بيخلاص. يومين ما بيخلاص. خلاص. اذا بتضلع بتكتب فيه. لا يخلص. الا اذا في عندك مشكلة يعني في قاعدة البيانات. واتحكي تاني يعني بيخرب. اكيد. بس دائما ما ما بين نصيح انه يكتب رقم طويل في قاعدة البيانات واحدة. شو السبب? السبب انه بيصعب حفظه لل او استدراجه للسجل. اه ما بيبين كامل. فالعالم دائما بتخلي تقطعهم على اطراف. تقطعهم على اجزاء. وبترجع بتدخلهم على الجدوى. هلا احد فوائد اللي كنا بنحكي عليها نحنا. مثلا اه احد فوائد قواعد البيانات كمان هنا استقلالية القاعدة تبعيدهم. قاعدة البيانات الاستقلالية يعني. انت هلا مثلا اذا ما حابب حدا يشوف لك بياناتك على الورق او مثلا لا سمح الله انت حاطط الورق بغرفة وصار شغلة بالغرفة مثلا وخربوا الورق. نتبع عليهم مي رطبت الغرفة اه احترقوا الورقات. هاي شو صار عندك انت? اتدمرت الاوراق. طب فرض الواحد دخل على الغرفة واخد الاوراق ومشي. كمان هون شو صار? راحت سرقت الاوراق. فهون شو صار عنا? بقاعدة البيانات. عنا شي اسمه استقلالية البيانات التبعيتات الخاصة فيك. استقلاليتهم يعني من ايدين اي شخص تاني يعني. فانت وقت اللي عم تحب انه والله قاعد بياناتك في شركتك الخاصة. ما حدا له وصول الى الا بازنك. وقت هاد بيعني انه انت محقق استقلالية كاملة في جميع بياناتك. ولا حدا شخص تاني فينو يشوفهم. الا انت اذا نشرت. اذا انت خبرت العالم تشوف. هلأ. شوف يا عنا كمان. هلنشوف كان عندي هون في الدوكا الوسط انا. لا اشوف ازا موجود اسا. ايه نعم هون. هلأ هون مسلا ازا متل ما نكون شايفين. هاي الجدول هذا اسمه. يعني رسائل. هذا الجدول صممته السنة الماضي انا. كنا عم نتسلى فيه. مو السنة الماضية السنوية صراحة من شالت اربع شهور يعني. بس من السنة الدراسية السادقة. جيت هون اعم طلع. مسلا مكتوبة الرسالة متل ما هي. متل ما اكون شايفين. لورم ايبسوم. هلو. مكتوبات الرسائل متل ما هي. عملنا برنامج محادسة. سننا نحكي فيه ونستخدمه. مع الطلاب. جيت لهون طلعت هيك. هاي قاعدت البيانات ما لأمان. انت انت اذا كتشوف البيانات هاي لازم تتأكد انه هي امنة. فرضا ان احنا انسرقت هاي البيانات كلها. فشو راح نسوي? راح نخسر اوشي ثقة راح تلشي راح ترفع علينا دعاوي ازا انسرقت البيانات. انه كيف تخلوا البيانات هاي تنسرق يعني هاي امانة فيكن يعني. افكرة في كتير شركات رفعت على شركات كبيرة بيانات لانه سربت ولو جزء بسيط. متل فيسبوك. فيسبوك صار له مارك عم ياخد اه بالمحاكم تقريب السنة ونص بس من ورا تسريب بيانات لبعض الشركات مشان دعايات والاعلانات يعني. مشان تشربت المستخدم على اساس بس هو طبع نهاية اعترف وحكها يعني. فكان عم ياخد بيانات وبيبيعه مثل هدول الرسائل هيك. بس انه ما سربوا الرسائل. ولكن سرب مثل شو العالم عم تدخل على شسمه. على الصفحات على الفيسبوك. شو العالم بتبحث كتير. مثلا ازا بحس هذا كتير على بالمتجر طبع الفيسبوك. بحس على سيارة كتير. فشالوا باع هدول البيانات كلها هاتون. على فكرة البيانات باعة غالي كتيرها. يعني البيانات ما نرخيصة. بتشوف عالم دايما تبعط على الواتساب روابط. بيلولك سجل الان ومبر شو انه بتربح وسيارة و هيك. وان كلهم كذب هدول بس بيلموا بيانات. وشو بيسووا في هم. مو فيهم ارقام تليفون وعنوان واسماء واميلات وكل شي. بياخدوهم بيبيعوهم للشركات. هدول الشركات شو بيسووا? بيطلع انه هدول الاشخاص. مثلا احنا بعتين لهم رابط مشان يربحوا سماعة ببلاش. طيب هدول الاشخاص اللي سجلوا مشان يربحوا السماعة ببلاش. شو رح سوي البيانات تبعتهم? رح ابعتهم لشركات السماعات. بعد ما هوني هاد لنشرحه في القلم. انا جبت عدة بيانات انه العالم عنا بدون سماعات. تمام? انا رح اتلوين اخدت هاي البيانات. اول شي اخدت البيانات من على الجدول عندي على الجدول. وبعدين رحت لعندي الشركة وعطيتوني احد الشركة. الشركة شو سويت? رحت لعندي الشركة الاعلانية وقالت لهم انه اه عنا تخفيض على السماعات هدول. بدل مسلا اه اه خمس دولار مسلا بتصير الفين. نزلناها كتير سعر نزلناها. يعني نشوفه ان احنا كتير عم نرخص يعني. فهاد مين ده يشوفه هاد? الشخص اللي بحث. ما اعطاهن البيانات اه صاحب الشركة باعون ياها سربون. انا ايه. لعنا مشافت هاد السعر قاد نعم هادة ليش لا استنى ببلاش فقط. خلاص بروح بشتريه ب الفين نرخيصها كتير ولا شي هيك بيقولهم يعني. طبعا هي ما نرخيصها الفين بتبلغ غالية. ولكن اذا جيت على الشخص يعني بجوز يكون معه مصاري بس هو انه شاف انه فرصة ذهبية ببلاش بجوز يستجعيني سماعه على الحظي. فاجاد اسجل. هادول البيانات بجوز يوصلوا للمئة الف. مئتين الف. تلاتمئة الف. شخص مسجلين. لانه ما شاء الله عنا القروبات في الواتس والعالم بتبعت لبعضها كتير يعني. رابط. ما بيع في عالم ما بتعرف يعني بتبعتهم. فبيلموا. انا مرة دخلت على موقع لقيت الاي دي فوق مكتوب في الرابط. اي دي يساوي تسع ملايين وتمانمئة الف. تعرفش يعني. يعني تسع مليون شخص تسع مليون سطر فيه للجدول. الاي دي بيزيد كل ما زاد شخص. بيزيد كل ما زاد شخص. حسب في بعض اللي هي. ولكن اغلبهم بيسووا هيك. بتزيد واحد واحد. فتخيل انت انه لامين تسع مليون شخص. تسع مليون شخص هدول البياناتهم. كلياتهم بدهم مسلا سماعة بلاش. فانا هدول اكيد من التسع ملايين في واحد مليون معهم قدرة يشتروا هدول الالفين بالفين ليرو. فشو راح يساوي. اول شي. هذا الشخص اللي لم البيانات راح يربح مصاري لانه باع البيانات للشركة. اتنين. هذا الشخص اللي باع البيانات. تمام? ايش بده يساوي? بده يحط اعلانات لسماعات تانية للعالم نفس اللي سجلت او شافت او ضغطت على الاعلان تبع السماعات. نفس الية عمل الاعلانات. ولكن في هالطريقة غير يعني. في شغلة تانية بدلا ما يروحوا يعملوا تخفيضة عليها. شو بيساوي? بيجوا هدول هاي الشركة اللي اشتريت البيانات بعد ما تاخد ارقام تليفوناتهم وآآ عنوانهم هيك. شو صار هون? اول شيء العنوان تمام? بعد ما اخدوا العنوان بيطلعوا شو اكتر مدينة عالم طالبين مننا السماعات. مثلا طلعت اسطنبول روحوا فتحوا فرعب اسطنبول. فورا. فورا بيروحوا بيفتحوا فرعب اسطنبول. ليش? لانا البيانات طلعت ان في كتير عالم طالب باسطنبول. خلينا نفتح محل بل كننجيب نحنا ولو عشرة الاف شخص منهم. عشرة الاف ضرب الفين بيطلع كتير يعني ما قليل. بالنسبة لها الشركات. لانا هم بيستأجروا محل وهي شيء ما رح يطلع كتير عليه هون يعني. النهاية عبيروحوا كتير. طيب هاي بالنسبة للعنوان. رقم الهاتف رح يبعتوا رسالة اسم اس بسهولة تامة. كل يوم تيجينا الف رسالة اسم اس اعلانات وهاي. هاي. بيجي ببعتوا لك رسالة اسم اس انه. فلترى تسعد من الفين وتسعمية وتسعين ليرة. السماعة هاي. هالسعر هات. تجي انت بتقول نعم الله انه. سعره ماش بشي. بتدخل عليه بتشوف ميزات لقية كويسة تشتريها. ثلاثة اتصال. ما ضرور يكون سماعات. بعض الاوقات في احتيال. عفكرة يعني. نعم بتدخل هدولة اكيد اتصلوا على كل واحد منكم اقل شي اتنين او ثلاثة او عشرة او عشرين شخص. بس بيجي بيقول لك انه انت ربحت معنا شغلة انه بتترك حتى بيقولوا احيانا يعني باللغة بتبين انه نظامي عن جد يعني من ارقام تليفون نظامية ودي حكومية بتحسها. بس ايه بالاصل كلها كذبة يعني. بيجي بيتصلوا عليك. بيكونوا مشترين البيانات من هذا الشخص. بيتصلوا عليك. بيقولوا لك عنا هل منتج هاد. عنا هاي. ربحت هدية. بس لازم توقع. بيوقعوك على شغلة بس بتكون هي ورقة فاضي بيشتغل عليها شغلات تالية يعني. فهاي بالنسبة للاتصاد. ايميل بيبعتوا لك ايميلات لا يعني لا يتعبى الايميل عندك البريد الكتروني كله الجوجل بيتعبى رسائل من هذا الايميلات. انا هلا عندي مسألة اشتركت بكم موقع. طبعا هدون المواقع رايحين اكيد بيعين البيانات. وكل يوم بيجي بشوف عندي الف رسالة بس من عالم ما بعرفون. مواقع ما بعرفة. بحياتي ما دخلت لشغلات بحياتي ما اهتميت فيها. عبتجيني الرسائل منها. فهون هذا دليل انه البيانات مباعد. نفس الوقت. اخر فترة يعني على الواتساب هلا. اه. هاي هلا هلا اجتني رسالة. في واحد رقم غريب. اول مرة فشوفه. رهات سزق تيميتين ازرينا. الاسف اللي جعلك غير مرتاحة وهيك. انه نحن شركة عم نشغل باليوم ثلاثة الاف وهيك. هلا هلا اجت الرسالة اسا. اه. بهالطريقة هاي كمان. انا ما بعرف لمين عاطي رقمي. ورايح هذا شخص باستخدام رقمي. هو المشكلة هدا رقم الشغل. فرايح وحاطت رقمي في شي موقع. وهذا الموقع او هو رايح بايع لي الرقم. بايعهم لشي شركة بتطلب بدي بيانات بدي شغل عملي هيك. انه العالم بدور على شغل على الانترنت. بايعينهم هال ارقام هالمعلومات هاي عني. بيجوا انهم بتقصدوا عليه انه نحن عنا شغل في ناك تشتغل اذا بدك هيك. يعني. بيشغلوك يومين ثلاثة وبينصوبوا عليك بعدها هيك. فها هي خطورة البيانات ومساوئها يعني كمان يعني مو بس اه اش اسمو. اه يعني ما في امان بهالطريقة. ففيش شغلة واحدة بتحل هاي الشغلة كله هادا. واللي هي تشفير هاي البيانات كله هادا. كيف منشفر? ام دي فايف. اي ان انكريبشن. شو هادا ام دي فايف انكريبشن. بتحط اي شي. تمام? بيشفر لك اه. مسا حطيت انا هلو. تمام? نحنا فينا نستخدمها بالتصميم بهاي بس انا ما استخدم تقول لانه ما كان عنا وقت زياد. عملت لصق. شوف اش بيسو فيه. عملت جنريت هلا. طلع شو صار. الام دي فايف هاش. والشا وان هاش. شفرت اه. وهاي فيني شفر انا بعدين داخل على قاعد تلبيانات. فوقت الواحد بدي يجي يدخل لهون رح يطلع انا ما انا ما فيني اقرأه. بدي يجي يعمل هيك. انسخد مسلا ام دي فايف هاش. حطه انا هون. ها? تمام? هيك بتبين الرسالة عنده. طلع هيك انا ما فهمن شي شو هاد. شون بدي عارف اقراها. هلا هيك الموقع على الويب اغلبها هيك صارت مشفرة. فالطريقة الوحيدة هي فاكتشفيرها. عشان فاكتشفيرها بدك الاندي فايف هاش. وبدك واحد طبعا. طيب نعمل دي خمسة دي نعمل هيك. وبنعمل. ابيعمل لو دي نسوانيه. طول شوي بس. ليك ويش طلع? الهاش اللي عطيته ايا انا التشفير. عطيته ايا هو هالو. هاي كلمة الهالو. طبعا هاد اه متل ما بيقولوا في نخب لكل نخب اول نخب تاني نخب تالي. هادا من اسوأ طرق تشفير على فكرة يعني. ولكن اكثرها فاعلية واسرع شي في تشفير في مواقع الويب. بالنسبة للمواقع الويب يعني عم بيحكي نها. وسهل كتير موجودة في كل قواعد البيانات. والعالم كتير تستخدم لانه ما حدا عنده وقت يجي فك تشفيرها هاي صعب فك تشفيرها. ما هيك. طلعوا. سيرش مود كويك سيرش. عبيعمل سيرش هادا ما عم بيعمل آآ فك تشفير. يعني هادا عبيدور. ازا في عنات هيك شي. في بشي قواعد بيانات عنا موجود هيك شي. نحنا مشافرينه ونرجع من فك نقدر نفك تشفيره. نعطيه جواب. وازا ما كان في هيك شي ما فينا نعطيه جواب بنهاية. لانه هادا ضروري يجبار. هادا متل مفتاح. لحتى تغضر تفك التشفير. طيب. هاي بالنسبة لال. تشفير توعاء. آآ SQL. قواعد بيانات. فهمانينه هاد الهاتشالات هاي اللي حكينا عنا اليوم. هيك نحنا بنحفظ قاعدة البيانات بشكل آمن. ما حدا نهائيا بيضر يسرق بيانات. حتى لو سرقته ما عد فينه نهائيا يعني. شوفه يعني. خلص. سرق على الفاضي يعني. ضيع وقته وتعبه واختراقه كله لجدول هاد. بالنهاية طلع هيك لانه كل الارقام تماني بي واحد او. شفرات. كل شي مشفر. هيك احنا. ايه. تفضل. عندي سؤال فقط. يعني مثلا في هاي الحالة مثلا وحده سرق بيانات وهي. وهي مشفرة. يعني مثل ما انت يعني بيانت لنا انه هذا الموقع يفك التشفير. هو اكيد يكون عنده علم بانه مش فيه شغلة بتفك التشفير البيانات. ايه نعم مزبوط. عاملين هنا للمكتبة هاي. تعبانين عليها لحتى فكوا تشفيرها. ولكن انت وقتل بدك تشفر شغلة. انا شفرت لك ايها تشفير طبيعي. مثل ما بيقولوا تمام. شفرت لك ايها بدون ما استخدم مفتاح انا. يعني هلأ انت لازم عندك اه مسلا هلأ. لا اجي يشرح عنه اكتر. في شغلة بسيطة. طريقة تشفير سريعة. بقدر ورجيك ايها. هلأ مسلا انا قائلة انه هاي. هاد الواحد اتنين ثلاثة. طيب عندي هادا الرقم انا تمام. هادا الواحد والاتنين ثلاثة بليشفر لك هادا الواحد واتنين ثلاثة بس انت فينك تفهمها. وانا بعطيك المفتاح كيف تفهمها. هادا الرقم اللي عطيتك يا زيد فوق اتنين كل مرة تمام? الواحد بتصير تلاثة والاتنين بتصير خمسة والتلاثة بتصير سبعة. الواحد بتصير ثلاثة والثنين بتصير أربعة وشو كمان الثلاثة بتصير خمسة هيك شو صار هيك الرقم هذا إذا جربه هو بيطلع غلط ما صح؟ ليش؟ إذا مثلا كانت كلمة سر هاي بيطلع غلط لأنه كلمة سر ما هي هاي صحيح طيب شو هو المفتاح وين المفتاح؟ أنا هلأ من شوي شفرت لك هيها بدون مفتاح هلأ المفتاح حول أنه لازم تزيد انت اتنين على كل عدد هاي طريقة تشفير سريعة يعني أي شخص بيضي يعمل بسرعة هاي طريقة التشفير تمعية المفتاح بتخلينا ما حدا يقدر يفكش شفرة الرقم هذا إلا إذا كان بيعرف شو العدد اللازم نضيفه عليه شو لازم نسوي يعني وإلا في بعض الأوقات كمان الثلاثة بيضيفه عليها مثلا كلمة ثلاثة بيضيفه جنبها تمام فبتصير هاي الثلاثة ستة أي تمام والاثنين بتصير مثلا خمسة أي طيب في طريقة تانية كمان الأي أ بي سي دي أف شو هو أف بعدو حرف نصح؟ بعد كل كلمة زيد كاركتر واحد يعني حرف واحد هلأ أنا عندي هون اي سوية هاي اف مثلا بدي بلش من البداية الواحد زيد فوق اتنين شو صارت ثلاثة ا ها ده رقم واحد طيب الاثنين زيد عليها اتنين صارت اربعة والا شو بيجي بعده بي بعدين هاي هي الاثنين الثلاثة زائد اتنين تساوي خمسة سي هلأ بجوز انا عبقلك انه ضيف بي سي في عالم بتضيف بي سي دي اي تحزف الدي والسي في عالم هيك بتسوي بتطف حرفين مو بس حرف هاي طريقة تشفير محدة بيوضر يعرفها غير انت انت اللي عملي فقط يعني حتى لو عطيتها لهذا شهر جي بي تي يعني ما رح يوضر في التلع التشفير بيقلك بيلزمني الكي او مشان اعمل للتشفير لفك التشفير تبعا بيقلك من هو عندي حتى لو قلت له خمن بيقلك ما خرج ما فيني خمن لانه لا هي الشغلة مانا موجود لها بقواعد بياناتي ومانا موجود في اي مكان بالعالم مظبوطة الحقيقة دا اذا انت عامل مفتاح اكيد مزرح يعني اول مفتاح هو بيختلف على حسب انت شو بتعمل ايوة مثلا بس هي البيانات يعني انا مو مو رح احمد يعني كل بيانات بعملها تشفير لحالها في طريقة انك تعملها يعني كلها مع بعض او هيك فيه اي فينك تعمل لبيانات كلها تشفير مع بعض هلا مو هيك هلا نحن هون شفرناها بس واحدة عملنا ولكن انت وطلع بتصمم الموقع تبعك تمام فسونا نعمل هاي احزفها وطلع بتصمم الموقع بدك تعمل مثلا هذا دخلت انت هون اسمك او ايميل دخلت ايميل تبعك تمام وهذا السيرفر هاي الجدول عبيدخلو على الليل البيانات طيب انت بين هون وهون تحق تشفير هون بيانات هون هدول على الخط بتحط تشفير فوقت بيدخل الايميل بيجي بيجي ايميل نظامي بوصل لهون بيطلع حروف ونقاطه بوصل لهون هيك كيف بدك ترجعه وقت بدك ترجعه كمان نفس الطريقة وقت بتبعته لهون بنفس الطريقة اللي شفرتم فيه باستخدام الكي المفتاح تبعك اللي عامله انت بتحب تستخدم الانديفايف ولا بتحب تعمل الكي تبعك خاصوي طبعا صنع الكي الخاصي هنا اصعب من انه نستخدم الجهازات يعني صراحة لانه هلأ نحن عملناها بالواحد والخمسة بس لازلتك تطلع على وقت لتكون حروف وبتكون هاي شغل كتير يعني وباعي بيستخدم شغلة جاهزة بيحط اللاكي وجاهز بس بيحط الكي على كيفه يعني بيشفرها باستخدام كلمة تانية وخلاص ما حدا فينو بفق تشفيره هون نفس الشي كمان في عملية فق تشفير كمان ايمدي فايف بس تعمل فاك تشفير هون بتشفر هون بتفك تشفير بتجي البيانات من هون بيطلع الايميل عبارة عن ارقام وحروف وشخط وايك ما بيهم يعني شو ما كان يكون بيجي بيوصل لهون ايميل نظامي لعندك هاي بالنسبة لها امان قواعد البيانات في حدا عنده سؤال على الدرس اليوم لانه خالص الدرس ونسينا انا ما ننتبه اذا عنكن سؤال خبروني يعني اذا ما في سؤال هلا صار بعدين يعني بعتولي على الواتس مو مشكلة تمام مستعب تمام كل شي تمام طيب يلا توصونا شي نشكروك الله السلام عليكم السلام عليكم الله يعافقون يا رب يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة